بسم الله الرحمن الرحيم انا وليد سلام ودرس في اسم القلب يسعدني النهاردة ان انا يبقى في وسط اخواتي ما اقولش صغيرين بقى في ناس منهم اكبر مني عشان نتكلم في موضوع من المواضيع المهمة جدا جدا في ابتحان الدكتوراه والحقيقة مهمة من المواضيع اللي واحنا في الام دي كنا بنزاكرها كنا بنبقى شوية مبسوطين لانها بتجاوب على حتة كتير مشواشة في دماغي وبنشوفها يوميا موضوعنا هو الميكوردال ريفا سكولاريزيشن والديوال انتي بليتلي تريتمت قبل ما ابتدي كلامي موجه اكتر لطلبة الدكتوراه امتحان الدكتوراه مش هو نهاية العالم خالص ولا هو نهاية المطاف ولا مستاهل ان انت تخش في ازمات نفسية وتوتر وتلخبط حياتك عشان هو امتحان مهم درجة زي اي درجة خدتها من سنة اولى ابتداي لحد ما خدت الماجستير شوية الضغوط بتبقى عليه الحقيقة ضغوط اجتماعية اكتر منها ضغوط علمي انت بقى عندك حياتك خلاص ستل عندك بيتك عندك وولادك بتبقى الدنيا ملخبطة شوية بقيت خلاص معتمد على نفسك في دخلك وفي حياتك من هنا بيجي الضغط مش من صعوبة الدكتوراه مذاكرة الدكتوراه بالنسبالي كانت اسهل بكتير من مذاكرة الماجستير لان ببساطة مطلوب انك تذكر كل حاجة في الماجستير كنت دايما تسأل هيا دي لنا ولا لمستوى الدكتوراه لنا فخلاص انت وصلت للوحش يعني كما بيقول فما فيش حاجة مش عليك انما بالنسبة للامتحان دايما يعني بزعم يعني ان انا من الناس اللي كان بتعرف تحيل الامتحانات كويس يعني ممكن ما بقاش احسن واحد مذاكر بس قيل ان انا كنت من احسن ناس اللي مجاوبة قبل ما تخش قبل ما تحط ايدك في ورقة الايجابة عشان تجاوب على اي سؤال ادي نفسك فرصة من دقيقتين لخمس دقايق الكلام ده ماجستير ودكتوراه في ورقة الاسئلة في ورقة الاسئلة امشي على السؤال مرة واثنين واكتب الافكار اللي بتيجي في دماغك اللي بتبقى طايرة في الهوى وممكن تروح وما ترجعش تاني وانت بتجاوب بمعنى ايه بتلاقي السؤال بيتكلم في كزا نقطة فانت سرحت مع الحالة بقى ودخلت وعملت واسطر ومش عارف ايه بتلاقي حاجات كتير قوي جات في دماغك وانت بتقرأ وبعدين عملت فتكر وانت بتجاوب هو انا كنت بفكر في ايه مش موجود اي حاجة تجي في دماغك وانت بتقرأ السؤال حاسس انها للسؤال اكتبها على جنب بقلم رصاص وانت بتجاوب بعد ما تخلص ايجابتك ارجع تاني للنقطة اللي انت كتبتها دي شوف انت فولفيلد الكلام ده ولا لا الحاجة التانية دايما الاسئلة بتاعت الدكتوراب الذات بتبقى تارجتد يعني هو عايز يشوف كلمات معينة كلمات معينة فورقة الايجاب هتقول يا دكتور ده سؤال بتلاتين درجة ولا ليها قيمة تلاتين درجة دول ممكن يبقوا على ثلاث كلمات هو عايز شوفها ممكن ما يقراش كل الدش اللي انت كتبه في تلات اربع صفحات ده هو بيدور على تلات اربع كلمات هو اللي هو احنا بالمناسبة عايز يشوفهم في ورقة الايجاب لازم تبروزهم تكبرهم تعلم عليهم بالذات بقى لو السؤال انت مش عارف ايجابته يعني انت مش عارف ايجابته انت مش متأكد ان اللي انت بتكتبه ده هيبقى كل حاجة ولا لا فحاول تقوله ان الجزئيات دي جزئيات مهمة ودي اللي انا عارفها وبقيت الكلام كله هيزود درجات انه مش يبقى عليه من بلك بتاع الاسئل حاجة اللي بعد كده وانت في الامتحان طبيعي جدا يبقى في اسئلة انت مش عارفة ده وضع طبيعي انت مفيش حد في الدنيا بيلم العلم كله في اسئلة هتبقى واثق فيها اكتر من غيرها ده برضو طبيعي انما لازم انت داخل الامتحان تبقى المين برانشز بتاعتك فولفيلد لازم ماينفعش تبقى طالب ماجستير او دكتوراه كل ما له علاقة بالاسكيميا كل ما له علاقة بالهارد فيلير كل ما له علاقة بالأريثميا والأخص الهارد فيلير بالمونري ايمبوليزم أورتك فالفو ديزيز أورتك ديزيز انا اسف الحاجات الاساسية دي لازم تبقى عارفها وعارفها عن ظهر قلب بقية التناتيش الحقيقة ما تفرقش على مستوى الماجستير تفرق على مستوى الدكتوراه شوية في جزئيات كتير قوي انت بتذاكر بتبقى شافوي وكلينيكل لا تقعد اشترق نفسك فيها كتير مثلا الفيلفلر هارد ديزيز والساوندس والمزين بيزاود مين بيقلل الكلام ده انت تقرى بسرعة وانت بتذاكر ناظري انما المين ايشو بتاعه هيبقى في الكلينيكل تمام؟ انا محاضرتي السنة القبل اللي فاتت كانت محاضرة ناظري حقيق وما زالت محاضرة ناظري بالمناسبة لكن العاملين المراجعات السنة هم كانوا عايزين يعملوها على شكل كيس انتراكشن فاحنا اللي هنعملو ان احنا هنسرد الجزء الناظري بسرعة هنفكر بعض انا شخصيا وانا برجع الكلام ده حسيتم فيه عاجات كتير كنت ناسيها وبعدين على قد ما نقدر انا جبتلكوا سكريم شوتس من اسئلة الامتحان نفسها من غير اي تعديل زي ما هي كده ونشوف هنفكر فيها ازاي الاجابات اللي انا كاتبها مش هيا المسلم بيها انا معيش المودل انسر دي في حدود خبرتي والكلام اللي انا قريته ممكن جدا يبقى انت عندك اضافة ضيفها تمام؟ نبتدي بسم الله مايوكارديا الريفا سكولاريزيشن بالمناسبة الريفا سكولاريزيشن 2018 لما نزلت لم تضيف اكتر من معلومتين ثلاثة هم ليه عملوا نيو جايد لايز اللي مايوكارديا الريفا سكولاريزيشن ما بيتعملهاش ابديت وفي الست سنين دول هم عملوا ريفا سكولاريزيشن جايد لايز والنون است والست فهم مجرد عملوا اوبديت لريفا سكولاريزيشن كله على بعضه فالمعلومات اللي هتتقال كلها اللي مذاكر الاستامي والنون استامي والاستابل والاستيبول كوروناي artillery disease تسعة وتسعين فيماية معلومات دي موجودة فيهم مش هتلاقي في اضافة قوية اوية ايه اللي كان جديد في الاستامبال نزلة في 2018 ايه اللي كان جديد الحاجات اللي بالنون الاخدر يعني بقت نزلة جديدة وبقت صابعي الحاجات اللي بالاصفر الفاتح كلاس 2A حاجات بالأورنج دي كلاس 2B وحاجات البلاحمر كلاس 3. الحاجات اللي اتهمنا ان هما مثلا الحاجات اللي بقت كلاس 1 ولازم تتعامل السنتاجس سكور وهم كل مرة بيأكدوا على السنتاجس سكور. السنتاجس سكور بنستعمله امتبه عندنا ليفت من ديزيز او مالتي فيسل ديزيز. حاجة اللي بعد كده ودي كلنا عارفينها الرديال أكسس. الرديال أكسس هو الستاندرد أكسس لكل حالات الأسطرة ودي بيبقى عليها درجة في الامتحان. انك تقول له لو قالك ايه في العيان ده? تقول له ان احنا بي دان باي ريديال اكسس. دي عليها جزء. نقطة اللي بعد كده الدراج اللوتينج ستنس في المطلقة هي الستنس اللي تستعمل. ولا تقول لي بقى عيان عنده ولا تقول لي عيان داخل عملية ولا 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 لان حتى الانتفليت للترياتمت نفسه بقى ابديتن. بقى كل الناس بتاخد ستة شهور. زمان كان البرميتال ستنس بياخده قد ايه? تلات شهور. والدراج اللي بنقول سنة. هما في الجايدلاينز في 2017 قالك لا كل الناس ستة شهور. طيب طالما كده كده انا اخد ستة شهور يبقى دراج اللوتينج ستنس احسن. بعد كده بعد العين ما بيعمل ريفا سكولاريزاشن كانت في الجايدلاينز القديمة ما كانتش مكتوب كلام قوي قوي على الرئيبالووشن بتاع العين اللي هو الفولو اوب يعني. متابعة العيان. لا لازم نتابع العيان. اه 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 ودي جاي عليها سؤال من اسئلة الامتحانات. ما يكون ده ريفا سكولاريزاشن في العينين اللي عندهم كوروني ارتري ديزيز وهارت فيليور والفانكشن قلل من 35 في المية. كابيج. عكس المتوقع وعكس ما احنا بنعمل في كتير من الحالات. يقولك يا عاملة ده الفانكشن وحشة مش هيستحمل الكابيج. لا. الناس الفانكشن بتاعتهم امبيرد. الكابيج اس بريفيرد. بي سي اي كالترنتيف للكابيج طالما هتضمن ان العيان هيعمل كومبليت ريفا سكولاريزاشن. الكلام ده كلام مهم بيوزن الورقة بتاعتك في الامتحان. هتعمل اللي عنده بي سي اي ولا كابيج والله احنا ممكن نعمل كذا او كذا بس اهم الجملة لازم تتقال ان احنا لو قررنا نعمل بي سي اي كمقارنة للكابيج وان السينتكس سكور يسمح بدا وبدا انك لازم توصل لحاجة اسمها الكومبليت ريفا سكولاريزاشن اف 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 ار سجنيفكنت ليجيزاشن. تمام? دي النقطة اللي بعدية. في البيشنس اللي هما بياخدوا التريبل ثيرابي. ودي طبعا الارا بتاعت الامتحانات الاخيرة. الاخر تلات اربع امتحانات لازم في كل امتحان في سؤال. برضو من المعلومات اللي عليها درجة انك تقول له ان النواكس احسن من الفيتامين كي انتاجونست في التريبل ثيرابي. الا لو العيان اصلا عنده ايه? بالزبط عنده فالفلر اف. ما ينفعش ياخد نواكس. لكن في العموم النواكس احسن في التريبل ثيرابي. النقطة اللي بعدية حاجة خاصة بالأوبن هارت ماناش علاقة بيها. اخيرا الـ CIN ودي جزء الواحده في المحاضرة هنتكلم فيه في الاخر. ايه الحاجات اللي اتعمل لها? داون جريدينج شوية. او عيان ما بيشتكيش. انت عملت له اسطرة وركبت له دعمات او عمل كابتج او غيره. تيجي كل ست شهور تقول له هعمل لك سترس تست? تقول له هعمل لك سترس ايمدجينج? لا. دا كلاستو بي. حتى في العيانين دي نفس الكلام ده في العيانين مثلا اللي عاملين حاجة اسمها كومبليكس انترفنشن. يعني يعني انت عملت له ليفت مين ديزيز. ليفت مين ستنتينج. بعد ست شهور في ناس تقول لك انا هعمل له اسطرة. حاجة اسمها كنترول انتجيوغرافي. ده برضو كلاستو بي. ماشي? اي حاجة في عيان ما بيشتكيش اكتر من انك بتتابعه وتسمع شكويته وتعمله شوية انفستيجيشن هي كلاستو بي. عشان رايح دماغه. خلاص? الكانجري لور هنتكلم عنه. جلايكو بروتينز في البيتو واي توالف انهابتو نايف بيشن. كل ده هنقوله. ده بيجاتران مية وخمسين پريفير ده على المية وعشرة. كمبين سنجل انتي بليتت تيرابي افتر بي سي او. يعني ايه الكلام ده. في التريبل ثيرابي هتلاقوا فيه احد الгаوبشنز انك تبتدي بديو الثرابي من الاول. تمام? يعني ايه ديو الثرابي من الاول? انت فاكل التريبل ثيرابي بتمشي شهر الاول على تريبل ثيرابي ولو العين بليد انجري اسك بتاعه قليل ممكن تكمل لسة شهور وبعد كده تقلب بديو الثرابي ست شهور نكامل على الورالانتكواجلشان بس. لو هاي بليدينج ريسك كنا ممكن نخلي المدة شهر او ممكن من الاول نبتدي ديول ثيرابي بس اقلهم الحقيقة في الافيكاسي انك تبتدي ديول ثيرابي الا لو بدأت بالدابي جاتران الوحيد الابروفد اوي في القصة دي انك تبتدي دابي جاتران مع كلوبيدو جريل وتفضل ماشي العين عليهم ست شهور او سنة. ماشي? اخر واحدة دي اسكاليشان بتاع البيتو واي تويلف. عارفينه? دي اسكاليشان ده اتعمل عليه ترائيل اسمها التروبي تروبيكال اسي اس. تروبيكال اسي اس ترايل يعني إيه الدي اسكاليشان? هما لقوا العينين اللي بيمشوا على براسو جريل او التيك جريلور الاتناشر شهر البليدنج بيبقى عالي او300. فحنا اعزين نشوف هل فعلا البي petitsuggril والتيكا غريلور بيفرقوا مع العين what i can say عملوا بلاتلت فانشون تست. لقوا ان اللي عندهم بلاتلت انهيباشن كويس سابوهم على كلوبيدو جريل زي ما هم. والناس اللي حصل عندهم في البلاتلت انهيباشن رجعوهم تاني للبرسو جريل. وقرنوا الناس دول بعد 12 شهر. الحركة اللي اتعاملت مع البرسو جريل والكلوبيدو جريل يسمى دي اسكاليشن. ان انا بنزل من حاجة هاي بوتنسي لليس بوتنسي. ولقوا انه ما كانش فيه فرق. ما كانش فيه فرق في الاسكاميك ريسك وكان فيه بانفت في البيليدينج ري فنزلت في الجايدلينج ككلاستو بي. اسمها دي اسكاليشن اوف بي 2 واي 12 انهيبتور جايدت بي بلاتلت فانشن تستنج في الاكيو كروني سيندروم بايشن. حقيقة وهو ده موضوع سؤال شافوي اكتر والترايل بتاعته مشهول او اسمها التروبيكال اس اس. ماشي. برضو طول عمرنا كنا منخش في عيان استي ليبيشن او نان استي وشوكت. نخش نعمله اسطرة يقولك لازم تفتح كل الفاسلز. جي على الدور بتاعنا في المؤتمر بتاع دي سي تي 2017. في ترايل حقيقة ما كانتش ترايل كبيرة وما كانش متوقع انها تنزل في الجايدلاينز. قال لك لأ انت في ترايل اسمها الكالبرت شوك. لما عملنا ريفا سكولاريزيشن للن انفاركت ريليتد ارتري. ده زود الكمليكيشن. وبالاخص الرينال افكشن. انك شغال في عيان شوكت. الكيدني مش برفيوز. عمال تديف سابغة. عمال تحط في دعامات. فزود قوي نسبة العينين اللي جا لهم رينال امبرمنت. فاصبح من الجايدلاينز المهمة ان الروتين ريفا للن انفاركت ريليتد ارتري في العينين الشوكت. تمام? ودي جي عليها سؤال في امتحانة برضو في 2017. يعني هي نزلت قبل الامتحان بيومين وجات في الامتحانة على طول. البايو ابزورباب والفاسكوريس كفولس. كلنا عارفين الارا اللي حصل فيها يعني يخدوا كتف زي ما بنقوله. ان هي الحقيقة زودت الميس. زودت الميس وزودت الثرومبوزيس بعد 12 شهر من فلو اب. فلترايز اللي اتعاملت فيس 1 وفيس 2 وفيس 3. فيس 3 ده. اضع عليهم تماما. بدأوا يرجعوا دلوقتي الحقيقة في السوق الاوروبي بس لسه مش لدرجة ان هما يغيروا الجايدلاينز. فالبايو ابزورباب والفاسكوريس كفولس كلهم دلوقتي كلاس ري. تمام? وهم قالوا طب هي ناس كانت ركبت خلاص فالتعديل اللي كان على ديوال انتي بليتلت ان اللي ركب يبقى 12 شهر انتي بليتلت بدل 6 شهور. عشان نقل للثرومبوتيكي فينس اللي حصلت. لكن هي في العموم اتشالت من كل السوق. ماشي? طيب. يعني حاجات كانت كلاس اقل بدأت تبقى كلاس اعلى. مش حاجات كتير قوي يعني. في حاجات كانت كلاس 2 ايه بقت كلاس 1? البايفوركيشنال ليجينز. برضو الحاجات دي الحقيقة في الورقة مش قوية اوي مش مهم اوي. بس معلومات عامة. بايفوركيشنال ليجينز هما بيأكدوا على معلومة ان انت حاول تبعد عن البايفوركيشنال ستنتينج على قد ما تقدر. اعمل بروفيشنال ستنتينج للمين فيسل واصبر على سايد بران شوف حيحصل له ايه. والله حصل له كومبرمايزيشن سواء انت انفخوا ببلونة او تعملوا بايفوركيشنال ستنتينج. دي قصة ترجع لك ساعت. ماشي. ليه كلام ده لان هما لقوا نسبة الريستينوز عالية جدا. في الناس اللي بيعملوا بايفوركيشنال ستنتينج. اعلى بكتير من اللي بيعملوا بروفيشنال ستنتينج بس. حتى لو سبت الفيسل لسايد برانش. ميدلي كومبرمايز. نقطة اللي بعد كده. اميديات كورانري انجيغرافي اندريفا سكولاريزيشن اف اكروبات في السيرفايفورز او 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 هستل كاردياك ارست. طالما جايين بايفوركيشنال ستامي. ودي هنقولها برضو. والاو سي تي والايفس دايما لازم يتحطوا في اسئلتك في الامتحان. والاو سي تي والايفس 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 او اف اف ار اي سؤال فيه اللي علاقة بريفا سكوداريزيشن افتكرت ثلاث كلمات دول. او سي تي والايفس والايفس والايفف ار والايفف ار. ماشي. ايه الحاجات اللي بدأت تقل في الكلاسو في رايبتيشنال. في رأيي ان اهم حاجة حصلت هنا هو البي بيفالي رودن. بيفالي رودن ده من الحاجات اللي جات لها ارة كبيرة قوي. طبعا هو كده كده ما كانش موجود قوي في مصر. بس على العموم هتلاقي الجايدلاينز القديمة دايما بتمجد في البيفالي رودن. لأ بدأ ينزل خالص. بدأ ينزل خالص. من كلاس 1 بقى كلاس 2A وفي بعض الحتة هنقولها برضو نازل كلاس 2B. البي سي اي في المالتي فيسل ديزيز وف دايبيتس. ودي جي عليها سؤال. لما يكون عندك ملتي فيسل ودايباتيك. فكر مئة مره قبل ما تعمله ستينتنج حتى لو كان السنتكس سكور بتاعه ففيفربل. حتى لو كان السنتكس سكور بتاعه ففيفربل اللي هيذاكر فيكم الستيبول كوروناي ارتي بزيز من الجايد لايناز القديمة. هيلاقي ان انت مش فرقين الديايبيتس على النام دايبيتس في الملتي في ستينتنج. ما كنوش حاطين ده كاتيجوري وده كاتيجوري. في الجديدة فرقينهم. وقالين ان ملتي فيسل بلاس دايبيتس. لو قربت له بالدعمات ده كلاس 2B. ماشي. الـ EUR score to assess in hospital mortality after CAB. بدأ يبقى مكانه احسن منه score تادي. اسمه الـ STS score. لما برضه من جزء من المهم اوي في الاسئلة الـ scores دي بيحبوها اوي. اوي. risk stratification والscores بتاعة ال- in hospital mortality. واواواواوا هنجيب سؤال. في سؤال جاي في بتاع 7-8 scores كده. ماشي. نفر الحاجات اللي جاية دي بسرعة. النون انفيزيف اسسسمنت للسكيميك تايشنس. ايه النون انفيزيف اسسسمنت ده? اللي هي الحاجات الاسترس تس معظمها. والمالتسلايس او السي تي. والحاجة المهمة اللي بيطلق عليها الف اف ار سي تي. دول التباتة اربع حاجات اللي احنا عارفينهم. وما الانفيزيف اسسمنت او اسكيميا? بالضبط. الف اف ار والايفس والاستي والحاجات دي كلها اسمها الانفيزيف اسسسمنت. هو ده البساطة اللي احنا هنقول. نانفيزيف اسسسمنت للسكيميا والفايباليتي اللي عينية عندهم كوروناي ارتري ديزيز وهارت فيلير. وهي نتيجي بقى الضيلمة اللي احنا مش قادرين نفهمها اول انا قريت الجايدلاينز كتير او عشان افهم ما عايزين يقولوا ايه? مش فاهم. مش فاهم. الكنسبت اللي وصل للناس ان انت مش محتاج تعمل الفايباليتي اللي عين عنده هارت فيلير قبل هي مش مكتوبة بالوضوح ده في الجايدلاينز. لما تقعد تقرأ الفول تكست. لا هي مش مكتوبة او كده. هو يقول لك ان في بور كوريليشن ما بين الفايباليتي وما بين تحسن العيان بعد الستانتنج. طب نعمل ايه? طيب قال لك this is not the only diagnostic tool اللي تستعمله في الاسسمنت. فهي مش بالوضوح اللي عندنا ده. لا ممكن جدا نعمل الفايباليتي يعني مش من المنطقي ابدا ان عيان عنده مثلا مثلا مثلا. مصدى انتيرو ستامي جايلي بعد سنة بفونكشن عشرين في المية واسكارد ايبكس واسكارد انتيرو وال. وقول ان العيان ده ما يعملش فايباليتي. ده شيء مش منططه. فالنان انفيزيف اسسمنت للعينين اللي عندهم هارت فيلير. كونسيدرت. فرو مايكارد داريبا سكولاريزيشن. استرس اي سي جي ده لا سنستيفيتي. ودايما يفضل عنه الاسترس اميجين. ال-CTFFR اتعمل عليها ترايه اسمها البلاتفورم ترايه النتائجه هايله. هايله انا لسه ما شفتوش في مصر حقيقه بس نتائجه ممتازه وقللت جدا عدد العينين اللي بحتاجه يعمله انفيزيف الكوروناري انجيوغرافي. في الهارت فيلير بايشن فايباليتي is enough. especially في العينين عندهم اكستنسيف كوروناري ايضا دي جملة اللي بقول لكم مكتوبة زي ما هي كده لانا اقلها لكم من الجايدلين. The lack of correlation between myocardial viability and benefit from Riva Scolarization indicate that this strategy should not be the only test when selecting the optimal therapy. يعني هو بيقول لك ما تعتمدش على ال viability الوحدة. طب يعني اعمل ولا ما عملش ما قالكش. ماشي. ودي ريكمنديشن لنازلة ان non-invasive stress imaging may be considered for assessment of myocardial ischemia and viability في العينين الهارت فيلير والاسكيميا. before decision on river scolarization. ال invasive assessment انتو قلتو. ال FFR او ال IFR عارفين ايه ال IFR طبعا. الماجستير طبعا السؤال ده. تقول لوت فيه. ايه ال IFR ده. مش مهم ال S ايه هو يعني. طيب ال FFR ده بيتعمل بحاجة اسمها ايه. انك تعمل ايه في المايكارديا. تددي دوة يعمل حاجة اسمها هيبريميا. ماشي. تددي دوة يعمل حاجة اسمها هيبريميا فيطبق الاستيل في نومنة فيبان الفرق في الفلو ما بين proximal و distal للليجان. ال IFR بيعتمد انه هو يقيس الفرق في الفلو ما بين proximal و distal للليجان في فيز معينة من الضيستول من غير ما يعمل الهايبريميا. انهم لقوا ان الادوية التي تعملها هيبريميا دي لها side effects كتير قوي. ولو عملوا القرن الداب ده. طلعوا اثنين زي بعض. انستانتينيا سويف ريي ريشيو. تمام? ال FFR Guided PCI should be considered patient multi-vacal disease دي قلناها. والايفاس. الايفاس مهمة قوي قوي. الحقيقة الايفاس بتعمل روتين في اماكن كتير دلوقتي. بيفيلك فحكتين. في الليجان نفسها. رقم واحد الاساسمنت بتاعها. ودي حاجة شوية صوفيستيكيتد. رقم اثنين الاوبتمايزيشن of the stent. رقم ثلاثة في حالات الاين stent reis sinose أو trombosis بيقلك بيعرفك حاجة اسمها الميكانيزم of stent failure. ماشي? طيب. stable patients. indication for revascularization for stable patients. السلايدي دي طبعا صادمة لاي حد ما كانش بيذاكر اي من ماجستير. احنا عملين نركب stents في الليجان السبعين في المية فما فوق. طور عمرنا متعلمين الكونسبت ده. وما زلنا بالمناسبة بنعمل كده. بس الـ guidelines بتقولش كده. لما تيجي تعمل revascularization لعيان stable. انت دايما بتفكر في حاجتين. prognosis and symptoms. prognosis and symptoms. يعني حاجات هتفيد للعيان على مستوى حياته. وحاجات هتفيد للعيان symptomatic فقط وما لهاش اي mortality benefit. ايه الحاجات اللي تفلم على العيان في ال prognosis? left main disease اكتر من خمسين في المية. proximal led اكتر من خمسين في المية. two or three vessel disease. فيهم مستينيوز اكتر من خمسين في مية مع function impairment. large area of ischemia في النون invasive assessment. والsingle remaining patent coronary artery. ويزيد هنا نقطة مهم قوي ان كل الحاجات اللي احنا قلناها دي لازم يتوفر فيها شرط. ايه هو الشرط? اللي هيكتب تحت ده. ان انا عشان اخش اعمل left main. او proximal led. او two or three vessel disease by function impaired. او single remaining coronary artery. كتر عامز ايه حضركم. لازم يتوفر شرط مهم جدا. جدا. يا اما الليجن مبدئيا اكتر من 90 في المية لكل الناس اللي واقفة في الاوضة. الليجن ستينوزز اكتر من 90 في المية. يا اما يكون عندي documented ischemia. انا عامل للعيان ده stress technician قبل ما ادخل. عامل له FFRCT قبل ما ادخل. وعارف ان الليجن دي significant. او انا جوه الاسطارة عملت ايه? FFR ولقيت الرشيو بتاعتنا اقل من 8 من 10 او IFR لقيت الرشيو اقل من 89 من مية. الحاجات دي هاي اللي تفرق في البروغنوزز. الليفت ميل. proximal led. two or three vessel disease مع function impairment. large area of ischemia. في النون انفيزيف اسسمنت. واخيرا single remaining patent coronary artery. اي فيسل تاني في الليجن بتتوفر فيها الشروط اللي موجودة تحت السلايد دي. والعيان symptomatic ولا يستجيب للميديكال ثيرابي. تعملها دي اسمها symptomatic relief. مالهاش افكت على المورتالي بتاعت العيان. تفانى? طيب. عملنا اسطارة للعيان. الديسجن كالعادة. PCI ولا cabbage? ماشي? طبعا ده جيه في امتحانات كتير. PCI versus cabbage. او ما اجي لك سؤال كده بتتصدم شوية. افتكر دايما فيه كلمات مهمة او في الامتحان. سكورز. سكورز. تمام? هتعمل ايه? اول حاجة هتقول ان احنا لو عندنا تو اوبشنز. تو اوبشنز. البيسي اي والكابيج. جيبت من ايه عندنا تو اوبشنز نحنا حسبنا للعيان ايه? سينتكس سكور. وتفر الحالة اللي كانت جاي في الامتحان مونتي فيسل او ليفت مين او او حسبنا سينتكس سكور. لقينا سينتكس سكور ونفرد اتنين وعشرين فما تحت. سو ذا بيشنط استوتابول فور PCI and cabbage. يجي بعد الكوروني سكور ايه? السيرجيكال سكور. ده مهم جدا. جدا. تمام? واحنا قلنا ان السكور اللي بقى قبسوليت شوية اللي هو اليورو سكور. ودلوقتي لازم نجيب سيرة السيرجيكال سكور. تمام? يبقى اول نقطة السكور بتاعتنا. ديرو سكور تو ده خلاص. السيرجيكال سكور والسينتكس ستو سكور ده بتاعنا. السينتكس ستو سكور احنا ما نقدرش نحسبه احنا عاديين كده. ده بيبقى كالكوليتر بكالكوليتر معان اونلاين. في حاجات كلينيكال في العيان وفي حاجات في الاناتومي بتاع الكوروندر. ريكمنديشن كريتيري او كريتيري او تشويس ما بين الكابج وما بين البيسي اي. لازم تأسس السيرجيكال ريسك بالسكورز اللي احنا قلناها ولازم تأسس الكومبلكسي بتاعت الكوروندر بالسينتكس سكور بتاعنا. ماشي? وفي الاخر دايما تحط الجملة اللي قلناها في الاول. لازم ننشور ان عندها هنطلع بكمبليت ريفا سكولاريزيشن. تمام? طيب. طيب. ريكمنديشن for the type of ريفا سكولاريزيشن in patient with a stable coronary artery disease with a suitable coronary anatomy for both procedures and low predicted surgical mortality. الكلام ده انتو حافظينه وعارفينه. تمام? مش حلو الكلام كده هيجي في الاخر ان احنا الكلام ده هنطبقه على الحالات اللي احنا جايبينه. لو احنا عندنا one vessel disease. one vessel disease. والفاسل ده ما هواش proximal led. يبقى حرام علينا نبعته كابتش. يبقى تلاقي السيرجي دي مكتوبة كام? class to be. والPCI هنا class one. نفس الكلام بالمناسبة لو عندنا two vessel disease ما فيهمش proximal led. برضو ما نبعتوش surgery. class to be. طيب. once in proximal led دخل في الموضوع. هنا تبقى دي السيرجي دي تبقى line in line مع مع الPCI. طيب. lift main with three vessel disease syntax score. على طول. lift main او three vessel disease اول ما تسمعهم syntax score. lift main syntax score من 0 ال 22 ينفع كده وينفع كده. تمام? lift main with syntax score من 23 ال 32 برضو ينفع كده وينفع كده بس. ده class one وده class two a. once إحنا عدنه 32 سواء في الموضوع أو في الموضوع مينفعش نعمل PCR. في الماضي في المالتي في السيرجي دي زيز هنقسمها ناس ديسي دي باتك وناس مش دي باتك وكل الحالات اللي جات في الامتحانات بالمناسبة كانوا دي باتك. لو العيان دي باتك ومالتي في السيرجي دي زيزي طيب لو هو ما عندوش دايبيتس يبقى ينفع يعمل كده وينفع يعمل كده. طالما السينتكس سكور بتاعه كويس. وانس ان السينتكس سكور عدل 22 في المالتي فيسل ديزيز ما نعملوش بي سي اي. انتفقنا? نقول تالي. وان او تو ديزيز ما فهمش بروكسما ال اي دي بي سي اي. تمام? بدأنا نخش في الليفت مين او مالتي فيسل ديزيز سينتكس سكور. ليفت مين بفيفربل سينتكس سكور من 0 إلى 22. بي سي اي وينفع كابتش ده وده. كلاس وان وكلاس وان. سينتكس سكور مع ليفت مين من 22 إلى 32 او من 23 إلى 32. كلاس 2 ايه البي سي اي وكلاس وان الكابتش. عدينا ال 32 يبقى ايه كابتش فقط. مالتي فيسل مع دايبيتس وفيفربل سكور كلاس 2 بي انك تعملو حاجة. وانس ان السكور عده خلاص بقى كلاس 3 انك تعملو حاجة. مالتي فيسل من غير دايبيتس. و سينتكس سكور فيفربل. يبقى كلاس 1 ان احنا نعملو انترفينش. او كابتش. وانس ان احنا لسينتكس سكور عده 22 يبقى ما ينفعش نعملو بي سي ايه. طيب. نفس الكلام هنفوت شوي عشان نلحق نرى الاسئلة. بروسيدرال اسبكس في العينين اللي داخلين يعملو PCI وهما ستيبل. لما تجيلك كلمة بروسيدرال اسبكس دي. هتفكر في حاجات كتير. في حاجات بري بروسيدرال. في حاجات انترا بروسيدرال. في حاجات بوست بروسيدرال. الاسبكس دي بتشمل الاكسس اللي انت هتخش منه. لازم تجيب سيرته. الدعامة اللي انت هتحطها. لازم تجيب سيرته. بالاضافة للأدوية. اه هي معظم الدرجة محطوطة على فكرة الميديكيشن والانتي بليتليتس والانتي كواجيشن. بس لازم تجيب سيرة ان الريديال اكسس أصبح هو الكلاس 1. ولازم تجيب سيرة ان الدراج جلوتين جسنس بقت هي الكلاس 1 والبريفيرد. طيب. تجيب سيرته. مش محتاجين نقول حاجة. خلاص. دراج جلوتينج ستنس. سهلا. دراج جلوتينج ستنس النيو جينيريشن هي البريفيرد في كل العيانين بغض النظر عن بليدينج ريسك وبغض النظر عن احتياجنا للسيرجري. راديال اكسس is recommended طبعا. راديال اكسس is recommended. البايو ابزورباب والفاسكولار اسكافولس. كلاس 3. كلاس 3 في كل العيانين. لان هي زودت الترومبوتيك افنس والميس في الفولو اوب. الليفت مين والبيفوركيشنال ستنتينج. ستنتي امماناتيشن فولو باي بروفيجنال بالون. الكلام ده احنا قلنا في اول محاضر. ان احنا بنحاول نبعد عن البيفوركيشنال ستنتينج على قد ما نقدر. نعمل بروفيجنال ستنتينج للمين فاسل. وبعد كده نشوف السايد برانش لو كمبرمايز. ممكن نعمله بيت سي اي فقط او ممكن نعمله ستنتينج. بركوتينيس ريفا سكولاريزاشن للسي تي او. سي تي او. شوط بي كونسيدر في البشنس بس اللي عندهم بيرزيستنت انجاينة. نوت ريسبوني تو ميديكال تريفمنت او عندهم لارج او في اسكيميا. مش اي سي تي او يتفتح. اه في ترايز اتعملت ضد الكلام ده اه فيه. ولكن اللي عندنا في الجايدلاينز الحد للنهاردة. ان السي تي او ما بيتعملش. الا اذا كان في اسكيميا في النان فيزيب اسيسمنت. او سيمتومز. لا تفسر بشيء غير سي تي او. في الترو بايفوركيشنال ليجان في الليفت مين. الدي كي كراش ودي ترايل كبيرة. كانت برضو اتنشرت في التي سي تي. لو هتعمل الليفت مين ستنتينج. يفضل انك تعمل الدي كي كراش تكنيك عن تي ستنتينج. مش موضع سؤال قوي في في البيبر يعني بس ممكن يبقى موضع مناقشة في الدكتوراه في الشافة. تمام? الدي كي كراش ستنتينج هو رقم واحد دلوقتي في كل الليفت مين انترفينشن. طيب. الايفاس. الاو سي تي. قلنا دايما هنحطوهم في اي سؤال في ريفا سكراريزيشن. الايفاس والاو سي تي بيفيدونا في حاجتين. بيشوفوا الميكانيزم اوف ستنت فيلير. وبيعملوا حاجة اسمها اوبتمايزيشن اوف داستنت. وبالاخص لو انت شغال في الليفت مين الانبروتيكتيد. النقطة اللي بعد كده الانتي بلايتس. دي اللي بيبقى عليها جزء كبير من الدرجة. هنعمل ايه في العينين اللي داخلين يعملوا PCI او داخلين يعملوا coronary angiography. انت دلوقتي عندك عيان ischemic. عمدت له non-invasive assessment لقيت عنده large area of ischemia. وقررت ان انت هتعمل له اسطرة بكر. مثلا. ايه الانتي بلايتلتس والانتي كواجلنس اللي بتخترحها. دكتور يوسف مثلا. هنفترض المبدئين اللي عندها بيخدش حاجة. بيخدش اي علاج. تمام. عيان اسبرين نايف لازم تبتدي تديله اسبرين. تمام. هلا تبتدي بالاسبرين. لازم تدي لودينج دوز. من 150-300 الاور. الـ IV مش موجود او في مصر. فحنا نبتدي من 150-300 لودينج دوز من الاسبرين او الاسسلسلساليك اس. وبعدين. هنعمل الدياجنوستي. هنعمل الدياجنوستي الكاثيتر. وبناء على الاناتومي اللي هيطلع هنقرر. اما هنعمل انتربينش. انا مش هنعمل. هنعمل انتربينش. هنعمل انتربينش. هنعمل انتربينش. كلوبيدو جريل. هو ده اللي هنعمل بيه لودينج. ده اللي كلاس وان. طب هل في حاجة تانية ممكن نعمل بيها لودينج وهي كلاس تو بي. التيكا جريلور او البراسو جريل. امتى ممكن تعمل الكلام ده ويبقى كلاس تو بي. طول رشاد. مثلا. عيان انت عامله قبل كده وجاله ستنت ثرومبوزيس. على كلوبيدو جريل. يبقى ده لازم لما تعمل لودينج تاني ليه. ما تعملوش بكلوبيدو جريل. ايه كمان. ليفت مين او بمعنى اصح نقول كومفليكس انتربينش في العموم. وهو مؤخرا اللي نزله في الجايدلاينز الجديده الدياباتيكس. وبرده نزله كلاس تو بي بالمناسبة. انهو بيقولوا ان الدياباتيس ممكن تدي لودينج بالحاجات التانية اللي هي مش كلوبيدو جريل. عملنا اللودينج على على ترابيس الاسطار. الكلام ده مهم. المفروض ما بنعملش حاجة اسمه بري تريتمينت. تمام؟ بري تريتمينت. في عيان نوت نون كوروناري اناتومي. كلاس ري او كلاس تو بي انا اسف. تمام؟ كلاس ري وكلاس تو بي لو انت عندك حاجة اسمه هاي بوسيبليتيوب انتربينش. تمام؟ نكمل. ادينا الانتي بلايتلت. بعد كده. هندي ايه انتي كواجلنت. تمام؟ انفركشنيتد هابرين هو الكلاس وان في العينين الاستابل وداخلين يعملو بي سي اي. جرعيته ايه؟ ده مفيش حاجة اسمه عشر تلاف. جرعة بير كي جي. سبعين لميتيولت بير كي جي. انترا فينس. طيب هل في بديل للهابرين؟ اينوكسابرين. الهابرين كلاس وان والانوكسابرين؟ كلاس تو ايه. وجرعته؟ نص ميلي بير كي جي. انترا فينس. مش سبكوتينيوس. انترا فينس. نص ميلي بير كي جي انترا فينس. تمام كده؟ ده كلاس تو ايه. وده ترايل كبير اسمها الاطول ترايل اتعملت عليه. ماشي. عملت الانتي وانت بتشتغل حصل لك ترومبوتيك ايفينت عنيف. فيه داوة تاني ممكن تديه؟ جلايكو بروتين. جلايكو بروتين. بتتاخد في حاجة اسمها ايه؟ البيل اوت سيتيويش. اللي هو الهاي ثرومبوتيك ايفينت وانت شغال. حطيت الانستنت لقيت فيه مثلا انستنت ثرومبوزيز على الترابيزة. لقيت نوري فلو. تمام؟ اسمها البيل اوت سيتيويش. طيب. فيه حد عنده اختراحات تانية. مفيش خلاص. ما عدخدش ان فيه حاجة تاني بروسيجر ممكن تتعامل. طبعا الجرعات دي حاجات اساسية. مش هنتكلم فيها. الكلوبيدو جريل لودنج 600 ميلي جرام ومنترنس 75 ميلي جرام. التيكا جريلور لودنج 180 ميلي جرام ومنترنس 90 ميلي جرام مرتين. فراسو جريل ستين. وعشرة مرة واحدة. وهكذا. دي حاجات انتم مفروض عارفينها. طيب. الانتي كواجيليشن. انفراكشنات. بيفالي رودن. ما حبش ان احنا نشوفه في ورقة الايجابة خالص. لانه كله كلاستو بي. بيفالي رودن سيتشال. بس اللي اللي عايز يعرف. جرعته 3 اربع ميلي بر كي جي كاللودنج وبعد كده 1 و 3 اربع ميلي بر كي جي بر منت لمدة 4 ساعات بعد الاسطرة. مش مهم. مش مهم. هيبرين وينوكسابارين. ماشي. طيب. حيان ماشي على اورال انتي كواجيليشن. وده برضه احد الاسئلة اللي جات. انت جالك العيان. اورال انتي كواجلان دراجز. طب خلينا الاول نقول دورينج بي سي اي. عشان نخلص منه. انت دلوقتي هتأسطر عيان. اي اف. وعملت له الاين ار. ليلة الاسطرة. لقيت الاين ار بتاعه. اتنين وتمانية من عشر. ماشي تسيبك من الراديل. من الراديل الخلاص هو رقم واحد في كل الانترفينش. طيب. انتي بليتلت. قبل. وانتي كواجيليشن انترا بروسيدور. تعمل ايه? هتدي العيان ده اسبرين ولا لا? عشان نبقى السؤال اسهلة. هتدي العيان ده. بي تو واي توالف انهبتور ولا لا? ولو هتدي هيبانو ايه? وهتدي انتي كواجلانت ولا لا? هتدي ايه? اكلوبيدو جريل انلي. ماينفعش يبقى عيان ماشي على انتي كواجلانت وعمله لودنج بحاجة غير الكلوبيدو جريل. تمام? ولازم ادي بري تريتمنتو ذا اسبرين اه. حتى لو لاي ينقر ان تارجيت اه. ده كده ما يخص الانتي بليتلس. الانتي كواجيليشن. ندي انتي كواجلانت في القسطرة ولا لا? لا. تمام ما نديش طالما الاي النار فوقه كام? اثنين ونص. طيب لو العام ماشي على نواكس? بتدي. بغض النظر عن اخر جرعة واخدها امتا? نواكس مش ابروف انك تعتمد عليها كانتي كواجلانت جوه الاسطرة. اتفقنا? ماشي. بعد الاناتوبي. كل الانتي بليتلس اللي هي البيتو واي تويلف بعد ما تبعرف الاناتوبي. طيب. ماشي. خلينا ناجل دي شوية معلش. حتى ايه? مش من الصح انك تشتغل في العينين. وان كان الحقيقة هو ده بيسموه في القسطرة الدياجنوستيك بالذات. مكتوب ان انت ممكن تعمل والانر كويس والانر عالي. مشكلتك في الشيس. وانت بتشيل الشيس في فرصة حدوث هيماتومة. هي جاست البرولونجد كومبريشن. هما برا عندهم اللي هو البروجلايد ده اوكلودنج ديفايس. فما عندهمش مشكلة دي ما يسيب الديفايس ساعة لرجل العين مش مشكلة. تمام احنا في مصر مش عندنا الا في اماكن معينة الجهاز ده. ففرصة ان العين يحصلوا هيماتومة من من عالية. فاحنا بنعمل بريدجينج. وده مش صح. احنا بنعمل بريدجينج بنوقف الانتي كواجلانت وندي آآ لحد ما لاي نار ينزل او التأثير بتاع النواكي يروح ونبتدي نشتغل وبعد ما نشتغل نرجع تاني. بريدجينج ده غلط. صراحة. بالذات انك داخل بيتعتبر حاجة الاسطرة في العموم. تمام? فمش موضع قوي نحنا نقول له هنشتغل الفيمر لا. لو نشتغل الفيمر المفروض نشتغل. وما نعملش الشفتينج اللي احنا بنقوله ده. لان احنا كله خوفنا من ايه؟ من الهيماتومة. طبعا في خوف تاني من ان يحصل برفوريشن في كرانري او غيره دي قصة تانية. بس انا بكلم في الاساسيات اللي لازم هتعدي بها. انك لازم هتشيل الشيس فوقت من الوقات. او لازم هتحط الشيس وانت بتحط ممكن يحصل فولس بانكشور وبالتالي ممكن يحصل يماتومة كبيرة. فاحنا في شغلنا بنشفت. لكن لو انا هشتغل ريديا لا انا مش بشفت بصراح. كلنا بشتغل على انتكو عاجل انت عادي. طيب هانا اكس. ليس في مكسر لك. بالنسبة لو عيني باش على او غيره. ان ريديا هاي سكيمي كرسف معضوش بنيني كرسف كارره. مقروف السي سي اس و تنمشي على ممكن تنمشي على دول او غيره لبسكو اللي في اتشافت بانتكو ايقان. اسكاف نوبية انا عرف على ما اسكافة بحريفت بياسة. يعني زي احد من ساعة يذبان في ساعة او غيره و محبما العيان اصلا ماشي على ايه على قول الانتكواجلان بس كويس طيب صورت العيان كويس كويس تستعمل الحاجات الجديدة في التريبل تريبل تريبل مش عارف حقيقة انا ما قردش الجزئيه دي في الجايدلاينز الجديدة بس ليه هتحطه وتشيل مش فاهم يعني ما ديش مثلا لوني تريبل 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 و بعد كده بعد ما بخلص هشاب تريبل اه طبع لا انت مش هتعملش شفت ما هو الكونسيبت واحد هتستعمل لو مش هتستعمل ما هو برضو هيكمل على الانتكواجلاشن ده بعد الاسطار ما هو عنده انيكيش انتكواجلاشن فهتفرق ايه ديتو ودعه التربيزة الحاجات التانية او ديتو كلوبيدو جريل اعتقد واحد انا ما قردش الجزئيه دي في جايدلاينز الجديدة بس اعتقد هتبقى واحد هتبتدي فروم دا ستارت بالحاجات الجديدة طيب هنأجل السلايد دي بس عشان احنا مجمعينها في حاجة تانية هنقولها بعد شوية انتي ترومبوتيك في الستيبول كروني ارتري ديزيز هنشوف الحاجات بس المهمة كل دا احنا قلناه خلاص البوست انترفنشنل اند منترنس تريتمنت ودي جزئيه اللي احنا بننساها في اجابة السؤال هو دايما في سؤال يقولك بننسى بعض العين ما يخلص الاسطرة هنعمل له ايه؟ عن الانتي بلايتلت هنعمل ايه؟ عيان عمل اسرة وركب دعامة عن الانتي بلايتلت هنعمل ايه؟ انا بتكلم في عيان ستيبول مش اكو كونيس اندروب اسبريم فور لايف كلوبيدو جريل فور سكس مونسس كلاس 1 اكتر من ستة شهور كلاس 2 بي تمام ايه كمان؟ لايف ستايل موديفكيشن تمام؟ ستاتينز حاجات دي كلها الريابيليتيشن ده مهم جدا جدا في اسئلة الاسكيميا والهارت فيليور لايف لونج انتي بلايتلت لايف ستايل موديفكيشن بيشن سيبول انتي بلايتلت اللي احنا نقولها في السلايد المجمع في الاخر كل ده مكرر طيب ريفا سكولاريزيشن في النون استي سريعا والست لما يجي لك سؤال ويقول لك هندخلوا اسطارة ولا مش هندخلوا برضو فتكر الكلمة اللي دائما بنقولها ريسك ستراتيفيكيشن ريسك سكور وعندك تسعمائة الف ريسك سكور فور اساسمينت اوف اسكيميا واساسمينت اوف بليدنج اوعى تنسى الاساساسمينت اوف بليدنج اسكيميك ريسك مهم والبليدنج ريسك مهم جدا طيب ريسك ستراتيفيكيشن اللي موجود في الجايدلاينز من سنين هو هو اللي هما الناس الـ والناس الـ الناس الـ الناس اللي لازم يخشوا في خلال ساعتين سموها وابعد كده الـ ايه الحاجات الـ بيرزيسن شاسبين لايف تريترنج اريثميا هيمو ديناميك انستابيليتي ميكانيكا الكميكيشن حاجات اللي احنا كلينا عفانة من ويحنا نوار دول لازم يخشوا في خلال ساعتين ويعملوا معاملة الاستيالي فيشن في الحاجات الـ هما ثلاثة بايو ماركرز بوزيتف ديناميك استي تي تشينجس جريس سكور اكتر من 140 والجريس سكور ده زي السينتكس سكور ما بنعرفش نحسبه على الورقة بيدخل ارقامه عينة على الكالكولياتور اونلاين وبيطلع لك الجريس سكور الحاجات بعد كده الـ الانترميديات ريسك حاجات كتير قوي الـ الناس اللي عندهم مريني الـ 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 كل دي حاجات تخليك تدخل العيان في خلال 72 ساعة طيب يبقى ده اول ريسك استراتيفيكيشن للعيانين تاني ريسك استراتيفيكيشن لازلتبقى عارفه الجريس سكور ان اي عيان يدخل الرعاية عندنا بـ نعمله حاجة اسمها جريس سكور جريس سكور ايتمز كتير قوي اعتقد كانوا تمانية ايتمز فيهم حاجات ارقام بتدخلها زي الـ الـ الكرياتنين الكليب كلاس وفي حاجات yes or no هل في عنده استي تشينجز ولا لا هل في عنده بايو ماركرز بوزيتف ولا لا هل حصلوا كاردياك ارست ولا لا هم كانوا تمان حاجات او سبع لتمن حاجات ماشي انت مش مهم قوي تبع عرف الايتمز دي بس يبقى شكلة لطيف لو عطيتها في الورقة برده ان الجريس سكور ده من السكورز المهمة جدا 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 مهم جدا ان احنا ناساس العيانين اللي هيحتاجوا ان يمشي معهم في سكة الـ المهمة جدا او اللي يمشي معهم بسكة الـ اي حد ما عندوش حاجة من الكرياتيريا دي يعمل معاملة ايه؟ stable non-invasive assessment of a scheme الـ نفس الكلام قولها محمد مصطفى عيان non-ST احنا قررنا ان احنا هندخله يعمل اسطرة هنعمل ايه؟ احنا مستخدم الـ احنا في حاجتين ده ما ما اننساهمش قبل ما نخش في الادوية الـ الـ و الـ عليها درجات تقول برضه ردع الـ و الـ بعد كده خش بقى في الادوية انتي بلايتلتس انتي بلايتلتس قبل وانتي كواجلتس انترا اقول بقى سأقوم بأثي من الاسبرين و ثلاث المائلة سأقوم بالجعاد på 150 war 800 وسيمن Nept� طيب لو احنا افترضنا انعيان نون استي نون استي هتدي له انتي بليتلتس اسبرين بلاس تيكا جريلور لو كتبت اي حاجة غير تيكا جريلور رقم واحد انت فقدت جزء كبير اوي من الدرجة تمام؟ خلينا الاول نخلص الانتي بليتلت طيب في عندنا كونترا انديكيشن تيكا جريلور هيبقى كلوبيدو جريل طيب البرسو جريل هنديه فعيان مش هيدخل اسطرة لازم يكون هياعمل اسطرة او كمان يفضل ان يكون صورناه يعني يتاخد على ترابيزة الاسطرة انا مش فاكر اسم الترايل هي ترايل اتعملت مخصوص عشان تقارن ما بين الناس اللي خدوا براسو جريل لودينج قبل والناس اللي خدوا براسو جريل على الترابيزة مش قبل بس كمان ده كانوا ادهوا نص الجرعة قبل ما يدخوا كانوا ادهوا 30 ميلي جرام قبل ما يدخلوا 30 ميلي جرام بعد ما صوروا العيان وقرارهم الانترفنشن وقارنوا ده باللي خد الستين كلهم بعد ما تصور تمام ولقوا ان نسبة العينين اللي تأجلوا كانت كبيرة جدا بسبب 30 ميلي جرام اللي ادهتهم قبل ما تعرف الاناتوب لان احنا في البرسو جريل بنوقفوا قدية قبل العملية حتك توقفوا 7 تيام فلاقوا نسبة كبيرة جدا من العينين تأزوا بسبب التأجيل اللي حصل في الكابيج بسبب اللودينج دوزل انتر ديتها مغير ما تعرف الاناتوم فتشال تماما البرسو جريل من البرتريتمت اصبح كلاس ري ماينفعش تدي براسو جريل لعين انت مش عارف الكورونري اناتومي بتاعه انتفقنا؟ يبقى انت أسبرين تيكا جريلور براسو جريل بعد ما تعرف الكورونري اناتومي وإكلوبيدو جريل هو البديل للاتنين طالما الاتنين مش متاحين او ليهم كونترا انديكيشن طيب انترى بروسيدورال اه موجود دخل انا بقول دخل الانفراكشنيتد هيبرين اللي هي من 70 لما هي عادي خالص الا لو انت هتستعمل جلايكو بروتين تو بي 3 انهيبتر هتدي 50 ل 70 يونت بير كي جي طيب انت الوقت العين قاعد عندك في الرعاية وممشيه على اسبرين وبي 2 واي 12 انهيبتر وكليكسان او انوكسابرين ونزلت الاسطرة تفضل تدي له ايه نسمع لقول يوسف كده ندي انوكسابرين اي في ده اول اجابة محمد حسب الوقت حسب الوقت طيب خلينا الاول نتفق هندي له ايه ندي له انهي دوة ندي له هيبرين او انوكسابرين ويتش اس بتر انوكسابرين في جملة برضو في الجامل كروس اوفر is not recommended كروس اوفر عندنا عيان يبقى ماشي على حاجة في الرعاية ينزل الاسطرة اخد حاجة تانية ده ما نحبوش والعكس الصحيح طيب لو افترضنا نعماشي على انوكسابرين في حاجة اسمها قولي يا دكتور محمد رشد من 0 ال 8 ما ياخدش من 0 ال 8 ما ياخدش اديشنا الانتي كواجلان في الاسطر يعني لو اخر جرعت ينوكسابرين سابكوتينيس واخدها فول دوز في الرعاية بقالها اقل من تبعها ساعات انت مش محتاج تدي له اديشنا الانتي كواجلان في الاسطر تمام لو من 8 ال 12 ساعة بتدي 0.3 ميلي بير كي جي انترافينيس انترافينيس لو عدى ال 12 ساعة بتدي الفول دوز اللي هي 0.5 ميلي بير كي جي انترافينيس كل اللي احنا قلنا ده مشروط بحاجة ان العيان ده يكون خد 2 فول دوز اف سابكوتينيس اينوكسابرين يعني لو انت دخلت العيان النهارد بالليل اديته جرعة اينوكسابرين الساعة 8 بالليل قررت انك تدخل الاسطرة الساعة 12 بالليل هتديله او لمش هتديله هتديله لانه معداش عليه جرعتين كاملين من السابكوتينيس اينوكسابرين ودي مهمة فول دوز لازم يكون خد جرعتين خد جرعتين فول دوز تفضل يا سابك فولدتي الاسطوز افتاعنا جرعة هابرين شابكساب شابكساب كاملين من السابكساب وانوكساب من السابكساب ساعة 8 بالليل عشان اتوذي الاول بادي هابرين ووصور لو انو بعد ما بصور بشوف انو هو محتاج ادرساتي فالسان لا لا انت مبتديش جرعة هابرين عشان تصوري انت بتدي جرعة هابرين بعد ما تقرر ان انت هتعملي انترفنشن بعد ما بتصوري فانت شايف الايفنت اللي قدامك هيحتاج كده كده جلايكو بروتينز ولا لا خلاص اوقات كتير بمجرد ما بتصور بتقرر اوقات كتير بندي الحاجات دي قبل ما نخدش نعمل انترفنشن ممكن تبتدي بالجرعة الاقل وتكملها بعد في اخر البروسيدور مش مشكلة بعدين في جرعة قبل ما بينهم اللي هي السبعين انت هنا من خمسين لسبعين هنا من سبعين لماية مش لازم تدي كل عينين مية ممكن تبدي السبعين هتدي طب تمام حد عنده سؤال في الجزئية دي نكمل اسبرين خلاص بيتو وايتولد انهيبيتور سنكمل عليها 12 شهر كل ده هيتجمع في السلايد الاخيرة براسو جريل في البيشن النايف اللي هم خلاص هيعملوا بي سي اي اي تيكا جريلور بغض النظر عن المانجمينت بلان وكلوبيدو جريل هو البديل لو الاثنين مش موجودين او الاثنين كونترا جلايكو بروتين بالاوت سيتيويش نحفظ الجملة دي زي سرومباس اسبيريشن برد بري تريتمنت في البيشنة تيكا جريلور او كلوبيدو جريل يعني ايه هو نفس الكلام انت قررت انك تعم بري تريتمنت يعني من غير ما تصور العين ما انت في الاول او ما العين دخلت ديتو تيكا جريلور او اسبرين انه هو بيقولك يعني انك ما تعملش بري تريتمنت ببراسو جريل الكنجريلور هنجيب سيرتو في حتة معينة جلايكو بروتين تو بي تري ايه انهيبتور مي بي كونسيدرد في النايف بايشنة ماشي بس هتقوها كلاس تو بي اللي هو ما يطلق عليه الاب ستريمينج تمام الاب ستريمينج خلاص ده كلاس تو بي وكلاس ري ما يفعش تدي جلايكو بروتين تو بي تري ايه انهي انهي مش مصوره مش عارض في ايه ماشي ادمنستراتيشن اف براسو جريل ام بيشن ان هوم كرونري اناتومي از نون از نوت نون از كونترا اندكياتي انك تدي براسو جريل في عيانة مش عارف الكرونري اناتومي بتاعه ايه كونترا اندكياتي وفهمنا كونترا اندكياتي ليه لان لو صورته لقيته محتاج ارجنت سيرجيكال انت حكمت ان العيان هيقعد سبعة ايان على ما براسو جريل يروح من جسو بري انترونشنال ثيرابي الانتيكوني قررgrad انت نونة وال мира الانت كورجلشنال teorادية وطنقاتي من التقليل الانتيكونياشان göra بغماء انت아�ج من الاستار هو ميرش غير جرعه واحده فنسبة للاسكماء ميرش غير جرعه ومالوش قيمة الحقيقة قوي في الإسكيميا إلا لو انت في مستشفى بتمشي كونزيرفاتيب تماما أو يقال في عينين الهت البيفالي رودن مي بي كونسيدرد خلاص احنا قلنا كلاس تو بي واخر جملة اللي احنا قلناها الكروس أوفر ما نحبوش ابدا كلاس ثري النقطة بس اللي هي تالت واحدة من تحت دي ودي للنواب بتوعنا تلقي العيان دخل وعمل اسطرة وفتح الفاسل وطلع بتامي ثري فلو ومع ذلك ستل ماشى على الانتكواجلان في الرعية ده مش صح وانس ان انت فتحت الانفاركت رليتد ارتري مش كل الفاسل كمان يعني لو انت سايب 80% في حتة هتعملها بعدين او 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 ده مش انديكيشن هتتماشى على الانتكواجلان بعد ما تعمل انفيزف مانجمنت للكولبرت بسل لازم توقف الانتكواجلان كله كله ماشى الا لو فيه بيل او سيتيواشن طلع بتامي 2 او تامي 1 بلاش جريد مش حلو انديكيشن تاني للانتكواجلاشن غير الاسكيميا طيب النقطتين الاخرياتين دول قلناهم بردو الدي اسكاليشن احنا شرحناه في الاول حد ما حضرش معنا الدي اسكاليشن بتور محمد جمال الدي اسكاليشن يعني انا هنزل من حاجة هاي بوتنسي لحاجة لو بوتنسي ايه الهاي بوتنسي واللو بوتنسي البرسو جريل والتيكا جريلور وكانوا بيشوف لو احنا نزلنا بعد فترة ان احنا نستعمل الكلوبيدو جريل هل ده هيئز العينين ولا لا عملوا ترايل كبيرة اسمها Tropical ACS جابوا مجموعة عينين ادوهم براسو جريل 12 شهر من ساعة الاكيوت اسكيميا لحد ال 12 شهر ماشيين عبرسو جريل بس مجموعة تاني من العينين ادوهم براسو جريل اسبوع بعد اسبوع قلبوهم على كلوبيدو جريل بعد اسبوع من كلوبيدو جريل عملتهم platelet function test وشافوا degree of platelet inhibition هل كلوبيدو جريل كان كافي انه يعني platelet inhibition كويش ولا لا ده بالبلد يعني العينين اللي كان عندهم effective platelet inhibition كملوا على كلوبيدو جريل بقية السنة والعينين اللي كان عندهم مش effective platelet inhibition رجعوهم تاني للبرسو جريل وقارنوا ثلاثة او two arms دول ببعض لا انه مفيش فرق في الاسكيميك event خالص خالص بل بالعكس كان في فرق في الايه؟ في البليدينج ريسك قللت البليدينج ريسك اللي بزايد مع البرسو جريل ومن هنا عمموا الجزء ادي كمان على التيكا جريلور ونزلوها في الجايدلاين بس كانت class to be واعتمادك على platelet function test ودي نقطة تانية ان انت اول نفترض ان فيه عيان قررنا ان احنا نعمله intervention انا اسف اهي من non cardiac surgery يعني في خلال اول ستة شهور من الاسطار وانت مش عايز توقف الكلوبيدو جريل الخامس تيام المكتوبين في الجايدلاين فتفضل كل يوم تعمله platelet function once in a platelet function نزلت رجعت لطبعتها يعني تروح مدخله الجراحة ده class to be دي الجملة التانية اللي هنحطها دلوقتي دي اسكاليشن مفهوم لان ده جي ابل كده اللي هو switching من الاسكاميك من الاسكاميك نقطة بعد كده اللي هو الحاجة اسمها الاسكاميك دوز بتاعت الريفاروكسبان برضه دي بيبقى بطيفة ان انت تقولها في السؤال في العينين اللي عندهم حاجة اسمها high ischemic risk with no previous stroke or TIA high ischemic risk with no previous stroke or TIA with no bleeding risk ممكن تمشي العينين دول على اسبرين وكلوبيدو جريل وريفاروكسبان اثنين ونصف ميلي جرام مرتين اثنين ونصف ميلي جرام مرتين في اليوم تمام الكلام ده ممكن يستمر المدة تعدى ايه سنة بس بشرط كلوبيدو جريل وانس ان احنا حطينا نواك نفتكر كلوبيدو جريل وانس ان احنا دخلنا في القرى بتاعت التريبل ثيرابي مودي اعتبر تريبل ثيرابي مش كده يبقى كلوبيدو جريل يبقى القعدة دي ما تتطبقش مع التيكا جريلور ولا مع البرسو جريل يبقى ايان ما جلوش ستروك او تيها ايه قبل كده وهي اسكاميك ريسك ولو بليدنج ريسك ممكن تفكر انك تحطله ريفاروكسبان مع اسبرين وكلوبيدو جريل بس الجرعة اثنين ونصف ميلي جرام مرتين والمدة سنة اتفقنا وده كلاستو بي والجملة دي مش جديدة بالمناسبة كانت موجودة قبل كده الترايل انا مش متأكد من اسمها مش فاكر هي الاطلس ولا لا اعتقد اسمها ايه موسى اطلس اه اطلس ات عملت مخصوصة على الجزئة دي تمام هندي اديشنال ريفاروكسبان عشان ده هاي اسكاميك ريسك بيشن والنفرد مثلا عين جاله قبل كده ستانس ترومبوزز على اسبرين وكلوبيدو جريل حاجات الكمليكس انترونشنز كلها الليفت مين ستانتنج البيفوركيشنال ستانتنج هنقولها في هاي اسكاميك ريسك بيشن حاجات لي علاقة بالستانت سايز والستانت لانس والنمبر اوف داستانس والنمبر اوف داليجينز هتيجي في سلايد من السلايد سريعا الاستامي الرسمة اللي الناس بتعديها بسرعة دي جي فيها سؤال كبير في الدكتوراه في دور مايو 2017 الدور اللي قابلي على طول الرسمة دي بتاعت حاجة اسمها تايم ديلاي بتاعت الاستامي ايه تايم ديلاي؟ يعني احنا دلوقتي العيان قال ايا سدري في حاجة اسمها البيشن ديلاي اللي هو الفترة للعيان لما جال واجع في سدري لحد ما فكر يروح لما كان فيه رعاة بي سواء كان الاسعاف او اي مركز من المراكز وانس العيان دخل المركز بقى في حاجة اسمها الامس ديلاي من ساعة ما العيان يدخل لحد ما يتشخص لازم التايم يبقى ايه؟ ما يتعداش العشر دقايق يعني يدخل ويتعمله اسمها ويتعمله اسجي ويتشخص ده كده الدايجنوز لازم لايه يتعدى العشر دقايق طيب شخصنا العيان ده عنده استامي عندنا كام احتمال؟ احتمال اين؟ يا PCI capable center يا non PCI capable center تمام؟ ناخد السهلة الاول يعني جالنا احنا في الدمرداش PCI capable center primary PCI يعني وبالتالي time delay بتاعنا من ساعة الدايجنوزز لحد ما الواير يعدي في الليجن المفروض يبقى قدي ايه؟ ما يعديش ساعة ما بقاش فيه زمانة تسعين ومئة عشر ساعة ستين دقيقة بالكتير طيب لو راح PCI non capable center هنعمل ايه؟ هنأسس حاجة اسمها transferal delay عشان يتنقل العين ده يجينا المستشفى هنا هياخد وقت قديه لو لقينا الوقت ده اكتر من ساعتين يبقى هندي له ونبعثه هو ده التغيير الجوهري ونبعثه على المستشفى يتصور بحاجة اسمها تمام؟ طب لازم ندي في خلال قدي ايه من الدايجنوزز عشر دقايق زمان كانت قدي ايه؟ كانت نص ساعة يبقى انت عندك عشر دقايق للتشخيص عشر دقايق للفايبرينونزز طب لأ ده احنا هننقله في خلال اقل من مئة عشر دقايق يفضل في خلال كمان اقل من تسعين دقايق تكون روحة المستشفى اللي فيها PCI ودخلته الاسطرة وعدت الواير في الديجن انتفقنا؟ طيب انديكيشنز للعينين الاستامي الري برفيوشن ترابي انديكيتد في كل العينين في خلال اول اتناشر ساعة ومن اتناشر الى تمانية واربعين ساعة يبقى احنا اي عين هيجينا ST elevation وشيسبين جاله في اي وقت في خلال يومين الاخرانيين يبقى لازم يدخل الاسطر بغض النظر هو دلوقتي عنده نص ساعة امبارح بالليل امبارح الصبح ودلوقتي الاسجي في انتيريور بس العين زي الفول يدخل ولا ما يدخلش؟ يدخل طبعا زمان كانش يدخل على فكرة من سنتين ثلاثة تقولك لا اصبر طالما ما فيش symptoms of ongoing ischemia وطالما ما فيش hemodynamic instability اصبر عليه دلوقتي class 1 في اول 12 ساعة class 2A في اول 48 ساعة ماشي ده نفس الكلام اللي احنا قلناه اللي هما يعاملوا معاملة الاستي اللي بيعاملوا معاملة الاستي اللي بيعاملوا معاملة الاستي طبعا patient time from symptom اكتر من 12 ساعة primary PCI strategy in the presence of ongoing ischemia ده بيبقى class 1 مجرد انه بيعلي لو جالك بعد 12 ساعة وكمان عنده symptoms of ongoing ischemia ده class 1 ما فيوش هزار لو ما عندوش class 2A ماشي routine revascularization of the non-infarct related artery الضيلمة الكبيرة اللي عيشنا فيها دخلنا صورنا total LED sub total RCA عن anterior stamina عملنا ال LED نعمل ال RC او لا ما نعملوش according to the recent guidelines ده سؤال جي هي انا احتارت نعملو ولا ما نعملوش طيب لو ماش اكتساسا ماش نعملو بسرع طيب لو مش اكتساسا ماش نعملو بسرع طيب بعد يوم او يومين تخش تصور العين وتعملو complete revascularization قبل ما يخرج عشان الترايل اللي اسمها ايه compare acute trial compare acute هي دي اللي قالت guidelines في 2017 compare acute trial هي اللي قالت كده ان احنا لما عملنا complete revascularization بس الترايل دي كانت بس الترايل دي كانت بايست لانها قللت الميس بناء على انها قللت حاجة اسمها ايه need for revascularization ما هو طبيعي ما انت عملت كل ال فلا انا هيجيلك تاني ليه ما هو جزء من الميس ده ان العين جيه عشان يعمل ثانية طب ما ده اكيد رقم هيقل لانك مخلصت كل ال قبل ما يخرج فكان الكريتسيزم اللي عليها كده بس هي قدرت تغير يبالروتين revascularization of the non-infarct related artery should be considered during hospital stay او before hospital discharge اوه لو انت هتجاوب السؤال ده ممكن تقول زي ما الدكتور يوسف قال كده according to the primary procedure كان عمل ازاي was it a lengthy complicated procedure with high volume of contrast ساعتها مانتاش محتاج ان انت والعين هيمو ديناميكا لي مش كويس infarct related artery واخرك الدنيا عدد في عشر دقايق الواير والبالون والاستانتنج وخارجين بتامل ثريف لو والعين كويس مش هناخد دقيقتين ونعمل الفاسر التاني ممكن نعملها انا شايف ان ممكن تبقى دي الاجابة فكان هو لازم تحطله الجملة دي وتقوله ان دي بقت class 2A تمام وده منطقي وده منطقي وجاي عليه احد لأسئلة هنقولها برضي في الكاردوجينيك شوك احنا قلنا القلبرت شوك ترايل قالت ان العينين اللي عندهم كاردوجينيك شوك اعمل الفاركت ريتهد ارتري باس واخرج لان احنا لما عملنا زودنا المرتاليتي نتيجة زيادة عن الرينا الامبيرمنت عند العينين تمام روتين يوز كاردوجينيك شوك ترايل هو برضو بيتساب لحاجه اسمه بيل اوت سيتيويشن طيب اه خلينا نفوض بس شوية حاجات معلش عشان نلحى نشوف الاسئلة حاجات المهمة بس هنقولها دي المهمة دلوقتي دخل العين عمل كابيج او عمل ستنتينج ودلوقتي الوقت الحالي عندنا ساينزوب اسكيميا تاني وعملنا له نان فيزيب اساسمت لان الراجل ده فعلا لازم يخش يتصور فبنعمل حاجه اسمه الريبيت ريفاسكولاريزيشن هنعيد الريفاسكولاريزيشن مرة اخرى لو افترضنا الاول ان العين ده كان عامل اوبن هارت سيرجري كابيج ايرلي بوست اوبراتف جرافت فيلير عين بعد يوبين تلاتة او في نفس اليوم او تاني يوم بدأ يجينه ساينزوب اسكيميا تاني اي سي جي تشينجس نيو سجمينترول موشن في الايكو تترس بين ما بيروحش فاصبح العين لازم يتعمله كوراني رانجيوغرافي بوست كابيج اكوورنج لون انفرسال بتاع الام اي ات is recommended either امرجنسي او PCI is decided upon ad hoc consultation متاخدش القرار لوحدك وانت فلا اسطاره هات الجراح وهات بتاع التخدير ونوح نشوف العين ده ينفع نعمله او تصلاح له ان احنا نخش نعمله ريكيجو كابيج تاني دايما الهارد تيم ده برضو من الكلمات المحببة لينا قوي واللي بتطبق فعلا برا الهارد تيم انت وبتاع الجراحة وبتاع التخدير انتو التلاتة مع بعض طيب هتعمل ايه بقى؟ لو انت دخلت لقيت العيان عنده اكلودت جرافت ايه البلان بتاعتك؟ مش هنتكلف عن اكيوت مثلا ونفرد ان العيان مش اكيوت عيان ستيبل عامل كابتش بقى الوسانة مثلا ودخلت لقيت احد الجرافت دي مقفول ايه البلان بتاعتك؟ اول اجابة هو انهي جرافت اللي مقفول وفي قاعدة عامة عندنا حاول ما تعملش كابتش طالما الليما بيتنت على ال اي دي او طالما الانترنى المامري بغض النازل ليما او ريما تمام؟ فانت هتقولي لو الليما اوكلودد لو الليما اوكلودد بتر تريدو كابتش لو انا هقدر استعمل الانترنى المامري بتاعناها تاني تمام؟ غير كده يفضل انك تشتغل على النيتف فيسر ده رقم اتنين غير كده يفضل انك تشتغل على ال فيناس جرافت ده اخر اوبشن انك تخش تعمل في فيناس جرافت ده اسوأ حاجة في الدنيا وساعتها ممكن تستعمل حاجة اسمها ايه؟ البروتكشن ديفايس البروتكشن ديفايس هو كان كلاس 1 ونزل في الجايدلاينس بقى كلاس 2 ايه؟ بس مازال موجود البروتكشن ديفايس لان ال فيناس جرافت بيبقى السيركوليشن فيه ستاجننت بقى فيه ترومباي كتيرة جدا فهو انت بتعمل انترونشن وارد جدا يحصل ديستال امبوليزيشن فبتحط حاجة اسمها البروتكشن ديفايس تمام؟ طيب كلنا عارفين الجزئية دي مش كده؟ تريبل ثيرابي قلناها برضو في وسط الاسئلة تريبل ثيرابي سطر التالي بتاعدي ايه؟ 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 لا احنا مش بنتكلم على ال 12 ساعة ده اللي فوق اللي تحت دي ديزيز بروغريشن دي اللي هي مش 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 ده بعد ما خرج طيب احنا دلوقتي لو عندنا عيان عنده تريبل ثيرابي تريبل ثيرابي تريبل ثيرابي تريبل ثيرابي ده بيعتمد في الديوريشن بتاعته على حاجة اسمها تمام؟ ايه؟ المفضل لنا ان احنا نمشي تريبل ثيرابي في معظم العيانين اللي عندهم لو بليدنك ريسك يمشوا على تريبل ثيرابي لمدة ستة شهور الان يوجد آسبرين كلوبيدو جريل ونوكس تمام؟ ويجي بعديهم الفيتامين كية انتاجونوست الا لو العيان عنده فالفلر وبالتالي سواء كان مغاير الصمام او عنده فالفلر اي اف او غيره ساعتها لازم يمشي على فيتامين كي انتاجوست بعد ست شهور الايه ما هو ده كلمة فالفلر فالفلر اف دي تعرفها في الجايدلاينز دلوقتي كده بعد ست شهور هنمشي على ديول ثيرابي وبعد سنة هنمشي على قرى الانتكواجريشن بس طب لو عندنا هاي بليدنج ريسك يبقى ساعتها تريبل وان منتس ونكمل ديول 11 شهر وبعد الاثناشر نكمل على الانتكواجريشن بس يقيمة نبتدي من الاول ديول بشرط ان الانتي بليتلت يبقى مايبقاش اسبرين الوينتس دي مهمة او في الامتحان كل الانتي بليتلت اللي فيه ممكن كده وممكن كده يعني في الديوريشن بتاعت الديول اللي هي بعد ست شهور او بعد اول شهر في العينيه الهاي بليدنج ممكن يبقى اسبرين او كلوبيدو جريل لكن لو انت هتبتدي من الاول بديول ثيرابي بس هي مكتوبة صريحة في الجايدلاينز مكتوبة في الريكمنديشن بقى كلوبيدو جريل كلوبيدو جريل هو اللي يتاخد لو انت بدأت من اول يوم بدول ثيرابي والانتي كواجلانت يفضل يبقى ايه نو اكس ويفضل الديبيجاتريل ويفضل الديبيجاتريل ماشي؟ طيب انا اخد كلمة سريعة بالضبط على الكونتراس ويبقى 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 ريفا روكسبان ممكن تنزل لخمستاشر الوحيد الاخسبتد انك تنزل بيه خمستاشر مية وخمسين مية وخمسين ماشي؟ الوحيد الاخسبتد اللو دوس بتاعته هو الريفا روكسبان تمام؟ عشان البيونير اف اللي تعملت عليه غير كده لا حنفوت بس الجزئة الاورانية بتاع التعريف وبتاعه نتكلم على طول في الجزء اللي يهمنا ازاي نمنع الكونتراس نفروباثي ريسك من الكونتراس زي البيزلين كدني فونكشن الديابيتس الهيماديناميكس تاعت العيان الديهايدراشن الفيميلز بياخدوا شكور اعلى الادفانسد ايج الانيمي حاجات كتير جدا كمية الكونتراس اللي انت هتديها حصل بليدنج بيري بروسيجور ولا لا ودي موجودة ومكتوبة ومهمة دايما بتحسب كده كمية السابقة اللي انت خدتها تقسمها على الجيف فار بتاع العيان لو ريشو دي عدت التلاتة وسبعة من عشرة يبقى الريسك عالي طيب يعني لو افترضنا ان انت وزنك مئة كيلو يبقى انت المفروض انا معديش كمية سابقة قد ايه تلتمائية وسبعين مثلا عشان للتسهيل يعني تمام وهكزا الريسك بتاعنا بيزيد جدا لما بنعدي الريشو اللي هي تلاتة وسبعة من عشرة دي وبالتالي اصبحت الريكمنديشنز كالقاتي اول حاجة واهم حاجة وهتفضل طول عمرها اهم حاجة الهايدريشن ادكوت هايدريشن 12 ساعة قبل الاسطرة و24 ساعة بعد الاسطرة ده اهم تلاتة تلاتة تاني حاجة الطيب والاماونت الطيب بنستعمل حاجة اسمها اللي هي الموجودة دلوقتي الحقيقة والاماونت اللي احنا قلناها يحس ان احنا ما نتعداش 3.7 من الجي افار وكان فيه جملة القديمة ان انت ما تديش اكتر من اربعة ميلي لكل كيلو قريبة منها يعني برضو لو انت وزنك مية ما تعديش الربعة مية هي هي طيب الستاتنز ودي بننساها في العينين الستاتن نايف اللي ما بياخدوش استاتنز يفضل ان انت قبل ما تخش تعمل اسطرة تديهم هاي دوز من الستاتن ابتو انك تدي روزوفاستاتن اربعين ميلي جرام ماشي من عشرين الاربعين يعني ممكن توصل الاربعين او اتورفاستاتن ثمانين ميلي جرام بتقلل الريسك بتاع CIN انتفقنا يجي بعد كده بقى حاجة اسمها الهيمو فلتريشن هنجيب سيرتها طبعا الهيمو دياليزيس كلاس 3 بروفلاكتك هيمو دياليزيس ده مش مقبول واتفر كدني فانكشن ساعت العين كانت كان قدي ايه بمعنى ايه؟ دوز واحدة قبل ما يدخل الاسطرة وهو كده كده لو طلع في حاجة هيمشي على استاتنز بعد كده طبعا الهيمو دياليزيس طبعا نكمل واحد وهكذا الحاجات الخامسة الحاجات الميجور عيان هايبوتنسيف عيان محطوط على انتراورتك بالون عيان عنده هارت فيدير عيان بعد كده السن وفوق 75 بياخد اربعة عيان عنده انيميا او ديابيتس بياخد تلاتة كل ميت ميلي بتديهم سابغة بتزود السكور واحد واخيرا الكرياتلين بياخد السكور زي ما انتم شايفين من اثنين او اربعة او ستة وانس ان الاسكور ده عده الستاشر نسبة ان العيان ده يجيلي سي اي ان بتعدي النص بتعدي خمسين في المية تمام؟ وعلى فكرة عياننا سهل جدا يعده الستاشر انت عندك فيه حاجات اني فيتابول بتلاقيها ضيابيتس مثلا مثلا فالاسكور ده ممكن نبعارفينه من ضمن السكورز اللي نقولها في الامتحان لو تسألنا على الريسك في سي اي ان اوكي؟ لا لا مالوش اسم طيب الجزئية دي احنا قلناها الفولو اوب بعد ما خلصنا بقى كل القصة دي سواء كان العيان عمل كابتج او عمل بي سي اي الفولو اوب بتاع العيانين احنا قلنا بقى كلاس اون انك لازم تعمل ري اسيسمنت للعيان كل فترة في الاول ممكن يبقى كل شهر وبعد كده على اقل مرة في السنة ده كلاس اون ري اسيسمنت ده بيشمل انك تسأله على السيمتومز تتأكد من ان هو ادهرنت الميديكال ثيرابي ولا يشمل انك تعمل له اي حاجه طالما العيان اسمتوماتيك تمام؟ تتأكد من الساكند الى ميديكال تريتمين ميديكال تريتمين في الري افالواشن بتاع العيان تتأكد من الري افالواشن تتأكد من الري افالواشن زي ما قلنا بعد ثلاث شهور وبعد كده مرة كل سنة على الاقل تأسس السيمتوم وووائلة اخذ طيب نيجي بقى لا مش دي بردو اللي بعديها coronary angiography is recommended طبعا لو العيان بيشتكي وعمل non-invasive test فلاقيت عنده large area of ischemia اكيد تمام ده لازم هتدخله يعمل اسطاره تاني an imaging test should be considered in patient with reverse colorization over stress ولو هتعمل للعيان ده حاجه ما يفضلش انك تعمله stress ECG بتعمل stress imaging احسن تلاتة الاخرين دول هم المهمين بالنسبالي عيان اسمتوماتيك ما بيشتكيش surveillance by non-invasive imaging is class to be هو مشتكيش اصلا حاجه اللي بعد كده فيه ناس تعمل حاجه اصعب كمان ان اللي عامل complex intervention او high risk intervention يقول له عاملة control angiography بعد ثلاثة لست شهور ده بردو class to be routine non-invasive imaging based stress test may be considered بعد سنة من PCI وبعد خمس سنين من الكابج لو العيان ما بيشتكيش كل الحاجات دي ما تتكتبش او في الامتحان او تتكتب ونبقى كاتبين جميعنا class to be ماشي معظم الكلام اللي هنقوله هنا هو كلام مكرر خلاص فشان كده هنعدي عليه على طول dual anti-platelet duration scores ماشي لازم نبقى عارفين the scores دي precise debit و the debit همشي على ديوة anti-platelet لمدة قد ايه مش قول ما يحط لك هتقوله على طول 6 شهور لا في حاجة اسمها حضرتك ischemic score و في حاجة اسمها bleeding score اشهر اتنين او احدث اتنين محطوطين في guidelines انا نقلهم زي ما هم the debit score بيشوف the ischemic risk the precise debit score بيشوف the bleeding risk the items نفسها بتعبر عن الكلام ده ايه الايتم ذي في ال precise debit score hemoglobin, lycocytic count, creatinine clearance age, prior bleeding وال score بتاعنا لو عدى 25 يبقى العين ده عنده bleeding risk عالي precise debit score لو عدى 25 يبقى bleeding risk عالي يبقى يحبى ساعتها انك تمشي على short duration من ال anti-platelet لو قلم 25 ممكن تدي standard treatment بتاعك اللي هو بيبقى 12 شهر اتفقنا على النقيد الده بتسكورها تلاقي الايتم بتاعته كلها بتزود الاسكيمية smoking مثلا sin, diabetes m-i p-c-i stent heart failure كل الحاجات دي ischemic risk مش مطلوب منك تحفظ الايتم دي كده يعني تبقى فاهم ال concept بتاع عالسكور ايه لو الاسكور ده اكتر من اتنين يبقى عنده الاسكيمية risk بتاعه عالي يبقى ممكن تزود الفترة اللي هيمشي على ديول anti-platelet اكتر من السنة او اكتر من ست شهور خلينا اكتر من ست شهور ولو اسكيم acute chronic syndrome يبقى اكتر من سنة لو الاسكور بتاعنا ده يقال من اتنين يبقى مش محتاجين قوي ان احنا نزود في ال duration يبقى يكفي الست شهور او السنة لو acute chronic syndrome ماشي selection and the timing كل الكلام ده احنا قلناه في ال patient acute chronic syndrome تيكا جريلور يا محمد المصطفى اي acute chronic syndrome تيكا جريلور على طول 180 ميلي جرام وتسعين ميلي جرام twice daily on top of aspen is recommended regardless the initial treatment strategy بغض النظر احنا هنعمل الاسطرة او لا including patient حتى لو كان العيان ماشي في بيته على كلوبيدو جريل وحتى لو كان جايلك المستشفى ثاني واخت كلوبيدو جريل يفضل تقليبو على تيكا جريلور في ال patient acute chronic syndrome undergoing PCI هنا يظهر البراثو جريل خلاص انا صورته وهعمله PCI البراثو جريل 60 ميلي جرام وبعد كده 10 ميلي جرام يومان on top of aspen is recommended في العينين P2Y12 inhibitor نايف ماشي ال pre-treatment with P2Y12 inhibitor is generally recommended in patient in whom the coronary anatomy is known and the decision to proceed to PCI is made as well as in patient system يعني ايه الكلام ده يعني ايه عيان هتديله pre-treatment والcoronary anatomy بتاعه نون يعني عيان بالصدفة خاركت مصوره مثلا بقلك شهر ولقيت عنده sub total LED او 80% LED ومعندوش حاجه تاني والنهاردة جايب anterior stem فانت العيان ده انت عارف مع ان انت لسه مصورتوش في الاجيود ده هنا مسموح لك تعمل pre-treatment تمام in patient with 9ST undergoing invasive management tcagrilor administration او clopidogrel patient with stable pre-treatment clopidogrel may be considered لو probability عالية of PCI ماشي clopidogrel هو البديل زي ما قلنا لو الاثنين مش متاحين او الاثنين فهم contraindication مع thromboletic therapy انتوا عارفين بننزل بالجرعة بتاعت clopidogrel مع streptokinase بندي اربعة اقراس بس من clopidogrel هما 300 ميلي جرام او بندي قرس واحد لو العين سنو معادي 75 تمام تدي قرس واحد بس من clopidogrel لو العين سنو معادي 75 tcagrilla oppressogril on top of aspirin may be considered instead of clopidogrel في العينين الاستابل اللي احنا قلنا عليهم ويزيد على السلايد دي بس الدياباتيكس في الجايد لاينز الجديدة تمام؟ العيني الليفت مين الكمبليكس البايفوركيشن اللي جاله بسينترومبوز قبل كده كل دول بيسموهم high risk وممكن في العينين دول لو هم استابل جانين يعملوا elective coronary angiography و PCI تدي الحاجات الجديدة مش clopidogrel تمام؟ يزيد عليهم الدياباتيك coronary anatomine not known presogrel class 3 ماشي switching switching between new P2Y12 inhibitors مع clopidogrel ايه الحاجة الوحيدة الابروفد عشان نبقى اسهل في الكلاب؟ الحاجة الوحيدة الابروفد في ال guidelines انك تخلي العين اللي جايلك acute يمشي على تيكا جريلور خلاص دي سهلة دي عين جاي في الطوارق وتفره وماشي على ايه؟ تيكا جريلور switching to تيكا جريلور احنا بنحفظ كلمتين في الاول ان في ال acute event always reload وفي ال chronic event always wait 24 hours عشان نسهل الكلام في ال acute always reload وفي ال chronic always wait يعني دايما في ال chronic event هتلاقي عشان تنقل من حاجة للتانية استنى 24 ساعة انتفقنا؟ طيب always reload لو احنا دلوقتي جاينا عيان ماشي على كلوبيدو جريل وهنسويتش للتيكا جريلور هنعمل ايه؟ هنديله على طول من التيكا جريلور هستنى هسأل على اخر جرعة من كلوبيدو جريل خدها امتى لا؟ طيب نعكس لو احنا جاينا عيان تيكا جريلور واحنا لقينا انه بدأ ونفرض مثلا بينزف فعايزين نشفت الكلوبيدو جريل نعمل ايه؟ نستنى ولا ما نستنىش استنى دايما لما هنسيب التيكا جريلور هو الحقيقة اقوى دوا في السلايد دي دايما اللي هيروح له مش هيستنى هاياخد التيكا جريلور على طول اللي هيبعد عنه تيكا جريلور هيقلب على كلوبيدو جريل هاتيدي loading بس بعد 24 ساعة طيب عيان ماشي على كلوبيدو جريل وقررنا نقلبه على براسو جريل هنريلود طبعا لانه اكيوت ايفنت هنستنى ولا مش هنستنى مش هنستنى. اوكلوبيدو جريل اقل في الوتنسي دايما فاحنا ما بنحترموش. فما بنستنهوش. مش هنستنى الى 24 ساعة. طب لو العكس. هنستنى الى 24 ساعة. تمام? الاتنين بقى مع بعض. التيكا جريلو ربراسو جريل. الاتنين بيحترموا بعض. الاتنين بيحترموا بعض. فبنستنى 24 ساعة بعد اخر جرع من اي واحد فيه. وبعد كده ندي اللود. طب في العينين الاستيبول. نعمل ايه? عيان تيكا جريلور. جاي لك في العياد يقول لك الدوا ده غالي جدا عليها. انا مش قادر مش قادر اجيبه. عايزك تكتبلي كلوبيدو جريل. هتقول له هتستنى 24 ساعة بعد اخر جرعة خدتها من تيكا جريلور. 24 مش 12. 24 مش 12. واول ما تيجي تاخد الكلوبيدو جريل تاخد ايه? 600 ملي جرام. تمام? لما بنسيب التيكا جريلور هو محترم قوي. فلازم نريلود. انتفقنا? وده اشهر سيناريو على فكرة بيحصل في البراكتس بتاعنا. عيان كنا نماشيينه على التيكا جريلور. جاينا بعد شهر او اتنين بيقول لك انا مش قادر اجيبه. الدوا ده غالي جدا علي. رجعني تاني على الكلوبيدو جريل. اخر قرصة هتاخده من التيكا جريلور. ساعة عشر صبح. بكرة ساعة عشر صبح هتبتدي تاخد الدوا التاني. بس استأذنك اول جرعة هتبقى 600 ملي جرام. اتفقنا? ماشي. طب لو هنعكس من الكلوبيدو جريل للتيكا جريلور. اتفقنا ان التيكا جريلور ده قوي جدا. وانا قريدي مش اكيوت ايفنت. فممكن ابتدي بالمانترنس دوز على طول. تمام? يبقى استننا 24 ساعة من اخر جرعة كلوبيدو جريل. وابتدي تيكا جريلور مانترنس دوز على طول. ماشي? براسو جريل. مع الكلوبيدو جريل. نفس الكلام. ولكن مش هنعمل ريلودي. مش هنعمل ريلودي. نحن قلنا التيكا جريلور هو اقوى واحد. طب براسو جريل مع التيكا جريلور. ده برضو التيكا جريلور اقوى واحد. لو هتقلب من التيكا جريلور للبراسو جريل. هتستنى 24 ساعة وتريلود. او هتلود بقى مش هتريلود. هتلود من البراسو جريل. هتدي التسعين. هتدي الستين. لو هتقلب من البراسو جريل لتيكا جريلور. 24 ساعة وتبتدي بالمنترنس دوز على طول. دائماً نخلي تيكا جريلور هو محور الرسمة دي هنسيب التيكا جريلور نروح لحد تاني في ال Chronic Event Bill constant هنروح للتيكا جريلور مش لازم نعمل reloading سهلة كده هنروح له هناخده.. ممكن بتيدي بانترس دوز على طول بعد 24 ساعة هنسيبه ونروح لحد يقتانية يبقى نازم نعمل منها reloading وتروح للبراسو جريل هتعمل reloading اه طبعا مهيد. اتفقنا? ماشي. وقلنا الوحيدة الابروف ان العيان هو واخد ايه قبل ما يجيلك تقلبه على تيكا جريلور دي كلاس 1. اي حاجة تانية انت بتعملها اكوردنج تيور اكسبرينس او يور ريسك. ريسك او دا بيشن. طيب دي اللي احنا كنا اجلناها هي احنا قلناها برضو معظمها يعني. هنمشي دي هو الانتي بليت الترابي قد ايه في العينين. السؤال هو العين ده ستيبل. ولا اكيو كورينس اندروب? دا اول سؤال. عين ستيبل. عين ستيبل. عمل اسطرة وركب دعامة. او عمل دراج الووتينج. بالون. او عمل باي ابتوربابل فاسكولر سكافولد. هنمشي دي هو الانتي بليت تقد ايه? اكوردنج تو ذا بليدنج ريسك سكور. تمام? اللي هو احنا قلناها من شوية اللي هو? البريسايز دابت. البريسايز دابت سكور. اكوردنج تو ذا بريسايز دابت سكور هنقرر هنمشي على الستاندرد تريتمنت. ولا هنمشي على شورت ديوريش. طب لو قلنا ان البليدنج ريسك بتاعنا معقول وما فيش مشكلة. نمشي قد ايه? ست شهور. ودي كانت يعني حاجة جديدة جدا بالنسبة لنا ايامينا لما نزلت الجايد لانزي. طول عمرنا بنمشيهم على سنة. ازاي انت النهار ده جاي تقولي ست شهور. تمام? ترايلز. برميتها ازاي وزاي الدراج. برميتها ازاي وزاي الدراج. زاي دراج الووتينج بالون. تلاتة زي بعض. هنمشي ست شهور على ديوال انتي بليت للتيرابي طالما البليدنج ريسك بتاعنا مقبول. طيب لو انا عايز اطول عن ست شهور. اتفقنا? طيب لو احنا عندنا بليدنج ريسك عالي. ممكن نقلل المدة عن ست شهور? اه طبعا. نقلل المدة نوصلها لثلاث شهور كلاس 2A. ولو بليدنج ريسك is very high. ممكن نوصل لشهر واحد كلاس 2B. ماشي? طيب. الأكيوت كوروناري سندروم. 12 شهر. ونخلص. أكيوت كوروناري سندروم. بليدنج ريسك مقبول. 12 شهر ديوال انتي بليتلت. ماشي? لو انا عايز اطول عن 12 شهر. وده الكلام ده للدكتوراه بقى. لو انا عايز اطول عن 12 شهر. ديوال انتي بليتلت. ايه الحاجة اللي اتعمل عليها ترايل? على الناس اللي اكتر من 12 شهر. تيكا جريلور 60 ميلي جرام. تمام? اسمها ايه ترايل دي? بيجاسي ترايل. أب تو? 36 شهر. 3 سنين. ماشي. لو احنا عندنا بليدنج ريسك عالي ممكن نقلل للسنة دي. تبقى قد ايه? 6 شهور. وده كلاستو ايه. البيو ابزوربر بروسكور اسكافولد. كلهم 12 شهر. ماشي? كلهم 12 شهر. طيب. العينين الكابيج. الداخلين عملوا كابيج على اكيوت كوروناري سندروم. هي هي. برضو. ديوال انتي بليتلت لمدة 12 شهر. طيب ما بليدنج ريسك مقبول. ولو بليدنج ريسك عالي لمدة 6 شهور بس. كلاستو ايه. طب عين دخل عامل كابيج إليكتف. is there an indication? for dual antiplatelets? الحقيقة لا. بس هي عليها خلاف. بالضبط. لو انت هتعمل في الكابيج ده فينس جرافت. يقال ان في بعض العينين the gain benefit انه هما يمشوا على ديوال انتي بليتلت. لو انت في العملية دي كان استعمالك لأحد الفين جرافت اللي موجودة. مش محددين قوي. بس انت هتعملها معاملة الاستنت. هتبقى 6 شهور. ماشي. نيجي بعد كده للعينين اللي هيمشوا ميديكال. العينين اللي هيمشوا ميديكال على acute coronary syndrome لأي سبب ان كان. هيمشوا على ديوال antiplatelets لمدة ايه? بسنة. هنقولنا كلمة acute coronary syndrome مقرونا بسنة لو بليدنج ريسك كويس. تمام? طيب لو بليدنج ريسك بتاعنا عالي وهنمشي ميديكال وما عملناش دعمات. هم? شهر. ممكن شهر ويبقى class 2A كمان. خلي بالك من فرق class of recommendation. بمعنى ايه? العين اللي عمل PCI على acute coronary syndrome. بس كان عنده بليدنج ريسك عالي كان 6 شهور class 2A. تمام? ده انت في العينين الالكتف اللي بليدنج ريسك بتاعهم كان عالي كان class 2B انك تمشي شهر. فاهم قصلي? يعني انت وانس انك حطيت دعامة لا يفضل انك تقلع عن 3 شهور. وده هيبان في حتة العينين الالكتف. لما نزلنا بالمدة دي لشهر. في العينين الالكتف اللي عمله PCI كان class 2B. لكن اللي ما عملش PCI على acute coronary syndrome. وما عملش PCI ما عملش دعمات ولا حاجة. وبليدنج ريسك بتاعه عالي ممكن تمشي شهر وانت متطمن. شهر واحد بس وانت متطمن. class 2A. ماشي. ماشي. انك تمشي العينين اللي داخلين يعملو elective cabbage على dual anti-platelet therapy. no evidence ان فيه فايدة من الكلام ده. however there is limited evidence suggesting ان استعمال dual anti-platelet في العينين الالكتف اللي داخلين يعملو cabbage فيها venous graft. طيب. دي نقط مهمة قوي تكتب في السؤال اللي في triple therapy. how to minimize the bleeding risk. how to assess the ischemic risk. اللي حرك سألت عليه. how to minimize the bleeding risk. حاجات كلها منطقية جدا. في حاجات احنا قلناها. مثلا انك تستعمل النوكس. مش الفيتامين كي انتاكنوست. انك تقلل الدوريشن على قد ما تقدر. ما تلاقيش عين ماشي على triple therapy. وانت ماشي بعد السنة على triple therapy. تمام? قلل الدوريشن على قد ما تقدر. استعمل البروتون بومب انهابتورز. ودي بتتنسي. ده مهمة قوي. استعمل حاجة اسمها lost effective dose. يعني ايه lost effective dose? يعني لو انت ماشي العين على triple therapy عشان هو مجرد اي اف. مجرد ان هو اي اف. وبتديله وارفرين. خلي الاين ار بتاعه كم? في اللوث ريشلد. من اثنين لاثنين ونص. تمام? ولازم يبقى عنده حاجة اسمها التي تي ار. اللي هو time in the therapeutic range معدي ال 65%. time in the therapeutic range. وده اكتر حاجة بتقلل البليدنج عند العينين دول. تمام? يبقى ان واكس بقدر الفيتامين كي انتاكنوست خليك في lost effective dose. يعني مثلا الريفاروكسبان دلوقتي ال 15 ميلي ابروفد. خلص يبقى تمشي على الريفاروكسبان خمستاشر. تمام? بس ما ينفعش تحط دوز قليلة مش ابروفد في يعني مثلا في عيان اي اف انت ماشي على اثنين ونصف ميلي جرام. هو مين قال ان افل الابكسبان? ابيكسبان اثنين ونصف ميلي جرام مش ابروفد. طرح ما العين ما عندوش رينا ووزنه وسينه ما فيهمش مشكلة. فانت تلاقيك حاطة تريبل ثيرابي مع ابيكسبان اثنين ونصف ميلي جرام ده غلط. ده غلط. تمام? لازم تحط اللوست افكت في دوز. يعني ابروفد دوز. الريفاروكسبان ابروفد انك تحط فيه 15. بقيت الحاجات كلها بالدوزز بتاعاتها. 150 الابيكتران والخمسة الابيكسبان. ماشي? كيب تريبل ثيرابي اس شورت اس باس بوسبل. كونسيدر النواكس. خليك في التارجت اين ار في اللوست ترينج. وفي نفس الوقت في التي تي ار بتاعك معدل 65 في المية. كونسيدر اللوور النواك رجمن اللي احنا قلنا عليها. كلوبيدو جريل طبعا. في البيتو واي 12. انهابتر اوفد شويس. وبقيت الحاجات لا. الاسبرين ما تديش بقى المية خليك في ال 75. وروتين يوز اوف بروتون بامب انهابتر. الاسكاميك ريسك. الحاجات دي مهمة برضو. الاسكاميك ريسك بتاع العيان ايه? هل جالوا قبل كده ستان ترومبوزز? الاسكاميك ريسك ده يفيدك في ايه? في الديوريشن? هل انا محتاجة اكمل الست شهور على التريبل ثيرابي ولا لأ? ممكن اكتفي بالشهر. براير ستان ترومبوزز اون اديكوة انتي بليتليت ثيرابي. ستان تنينج اف the last remaining coronary artery. ديفيوز مالتي باسل ديزيز سبشيلي في الدياباتيكس. كرونيك كيني ديزيز. ثري ستان تس. ثري ليجينز. باي فوركيشن. ستان ديامتر اكتر من 6 سنتي. تريتمينت اوف سي تي او. الحاجات دي اسمها هاي اسكاميك فيتش بمعنى. لا انا بتكلم هاي كورانري اسكاميك فيتش. ده دول مش انديكيشن انك تماشي على انتيكوة جديشن. دول احنا قلنا بيحددوا الديوريشن of the triple therapy. انت مش هتماشي على تريبل ثيرابي الا لو عنده انديكيشن للانتيكوة جديشن. ماشي? مفيش انديكيشن انتيكوة جديشن في الاسكيميا خاطس. الا الجزئية بتاعت الريفاروكسيبان الاثنين ونص ميلي. اللي احنا قلناها. الاثنين ونص ميلي جرام مرتين في اليوم. دي الحالة الوحيدة اللي بتدي الانتيكوة جرانت للاسكيميا مش لنان اسكيميكوز. تفهمت قصدي? مع ريفاروكسيبان دي تريبل ثيرابي. دي السلايد بعد التصليح يا دكتور رشاد. في الحتة الاخرانية دي كلوبيدو جريل بس. ماشي? طيب. وبرده الجزئية دي احنا قلناها عين ماشي على انتيكوة اجلانت قلريدي. البيو فريدم وان منس. ودي موجودة في سؤال من الاسئلة اللي هنجيبهم. البيو فريدم هي الوحيدة اللي انا عرفها. الابروف دي فيها انك تدي وان منس بس. نعفش تكتور عمر حرك اه. ابتغالي دي الوحيدة في مصر اللي ابروف دي فيها الوان منس. البيو دي جريدابل دول زي يعني انا مش عايزة تبقى اه سئلة بيو ماتريكس مثلا مش ابروف فيها الشهر دي خالص. تلت شهور على الاقل. اه الوحيدة البيو فريدم دي. الحتة دي احنا قلناها في اول المحاضرة لو انت جالك عينا على oral anticoagulation هتعمل ايه? هندي اسبرين ولا لا? هندي اسبرين. هندي كلوبيدو جريل ولا لا? هندي كلوبيدو جريل. طالما احنا داخلين نحط استنت. اسبرين وكلوبيدو جريل عادي خلص بس ما يفعش ندي الحاجات الثانية. in patient treated with coronary stent implantation therapy considered for one month لكل الناس. بعد كده العينين high ischemic risk هتكمل ستة شهور. والعينين low ischemic risk ممكن بعد الشهر تقلب على dual therapy. dual therapy with clopidogrel and oral anticoagulation should be considered alternative لحتى one month triple therapy في العينين اللي bleeding risk عندهم عادي. تاني يا دكتور راشار. هم اكد ان كلوبيدو جريل مش اسبرين. طالما هنبتدي من الاول dual therapy ما ينفعش ما نمشيش العيان خالص على PY12 inhibitor. تمام؟ يواسعيه هيمشي تتناشر شهر على كلوبيدو جريل مع الانتي كلواجران. discontinuation of the anti-platelet treatment في العينين بعد اتناشر شهر طبعا. في الpatient اللي عندهم indication for vitamin K antagonist in combination with aspirin and or كلوبيدو جريل. الدوز بتاعتنا لازم تبقى في اللوست range. لو استعملنا النواكس نستعمل اللوست approved effective dose. ريفاروكسبان is used 15 ميلي جرام موجودة. اه هي كلاستو بي بس موجودة و approved انك تمشيها على 15 ميلي جرام. use of tica grilla opresso grilla class 3. non cardiac surgery. حيان ماشي على ديوها الانتي كليت للثيرابي. وفجأة قررنا او مش فجأة يعني ظهر indication انه يعمل non cardiac surgery. برضو بداية سؤالك في الامتحان بداية ايجابتك لازم تبقى فيها شيء انك تعرفوا ان انت تفاهم او مع صح ان انت بتمارس المهنة دي. وده الكوستات كتير من اللي بتجلنا في العيادة كده. نعمل ايه? عندك ثلاث اسئلة لازم تجاوب عليهم. risk of stent thrombosis قد ايه? ده هو ده معتمد على ايه? معتمد مبدئيا نعديه ليش. هو عامل ماشي على الديوها الانتي بليتلتز بقى له قد ايه عشان عامل PCI بقى له قد ايه? مثلا. risk of stent thrombosis قد ايه? رقم اثنين. risk of delaying the surgery. هل العملية المطلوبة دي انفعت تتأجن? لحد ما خلص المدة بتاعت الديوها الانتي بليتلتز باعتي وابقى قادرة واقفها بامان ولا لا. اخيرا. risk ان انا اخش اعمل العملية وانا باخد ديوها الانتي بليتلتز. اسمها risk of bleeding. تمام? لازم نوازن التلاتة risk store عشان كده ده من الحاجات اللي بتعمل لها team. انت والجراح والتخدير. كلنا قاعدين مع بعض بنشوف هينفع ندخل عنده? ولا نأجله? لو هنأجله هنجله قد ايه? طب لو هندخل هندخل على ديوها الانتي بليتلتز ولا سنجل الانتي بليتلتز ولا لازم نوقف. طب لو هنوقف يا بتاع الكارديولوجي محتاجين نوقف قد ايه? طب نرجع نترجع تاني امتا بتاع الجراحة؟ البليتلتز بتاعك في العملية عالي ولا مش عالي? طب لو حصل البليتنج هتقدر بتسيطر عليه ولا لاو? هل المكان ده سهل ان انت تسيطر على البليتنج فيه ولا لاو? وهكزا. وبعدين بتقسم العمليات لللو بليتنج ريسك ومودرد بليدنج ريسك وهي بليدنج ريسك اللو بليدينج ريسك زي الأسطارة مسارة اللو بليدينج ريسك مش محتاج توقف أي حاجة خالص المودر بليدينج ريسك العيان منتيند على أسبرين وممكن توقف البيتو واي توالف انهابيتر الهاي بليدينج ريسك العملات الفاسكولر بالذات الجراح بيطلب منك أنك توقف الاتنين بتعمل حاجة اسمها تايم ديس كونتينيواشن اللو بتوقف تلاتة خمسة سبعة تلات تيام للتيكا جريلور خمسة تيام للكلوبيدو جريل سبعة تيام للبراسو جريل وبعدين تخش تايم ده بشرط ان العيان ينفع يوقف الانتي بليتلتس بأمان تمام؟ وهنا يجي الجزء التاني بتاع إجابتك في السؤال لو احنا وغالبا ده بيبس سؤال كده في إيرا أو في وقت زمني من حياة العيان ما ينفعش نوقف الانتي بليتلتس نعمل ايه؟ ونفرض في أول شهر بريتجينج ويه؟ جلايكو بروتين تو بي 3A انهيبتور أو كانجريلور انا رأيي اهم من دي انه لازم يعمل العملية دي في مكان في إمميديت 24-7 PCI سنتر لانه وارد جدا في اي وقت بعد العملية يحصلوا ستينت ثرومبوزوس تمام؟ دول لو السؤال افترضنا انهو عليه 30 درجة مثلا يعني دول واحدهم عليهم ما لا يقل عن 15-20 درجة انك تفاهمني ان في حاجة اسمها بريتجينج ممكن يتعامل اه هو مش كلاسوب ريكمنديشن عالي بس لو انت في اول شهر بعد الPCI اللي هو مكتوب ان انت كلاس ري انك تقرب للعيان والعملية دي عملية ارجنت لازم تتعمل من فاش تتأجل هتوقف الانتي بليتلت لان انت عندك هاي بليدين ريسك في السيرجري وبالتالي ممكن تعمل حاجة اسمها بريتجينج ويذ جليكو بروتين تو بي 3A انهيبتور أو كانجريلور تبقى بفور السيرجري كده انت فاهمته ان انت فاهم انت فاهم انت بتعمل ايه كل واحد حسب الهاف لايف بتاعته اقلهم في الوقت الكانجريلور الكانجريلور بياخد دقايق ومفعوله بيروح عشان كده هو اكتر حاجة مكتوب بعد كده كل واحد حسب في حاجات اربع ساعات في حاجات ست ساعات وهكذا ده في مصر ده نعم في مصر ساعد استخدام الدور مش الهاف لايف بتاعته او البانفيت لا البانفيت نفسها طيب طايمينج اف ده سيرجري في اول شهر مش مسموح لحد يقرب للعيان حتى لو كان عامل البي سي اي ده يعني هو ستيبل ما كانش عامله على اكيو كوروني سندروه اول شهر كلاس 3 انك تمدي ايدك في العيان انك تعمل انترابشن اللي ديوها الانتي بلايتلت ولو مضطر تعمل انترابشن نقولك كلمتين اللي قالوا عليهم ده كترة طيب بعد اول شهر لو انت elective كنت عامل القسطرة والدعمات دي elective يبقى كلاس 2 ايه ان احنا نعمل الكارد نوقف الانتي بلايتلت ماشي لو عدينا 6 شهور كلاس 1 خلاص اعمل اللي انت عايزه في الاتنين عيانين من شهر ال 6 شهور ففي عيان كان عامل الPCI لأسرع أسرع واحد تأثيره بروح لما يتوقف الكانجري لور حلوك كافة يتصدق مضانة الابتفباتات إليس جالي 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 جانباً إلى العمل المضاء لن يقوم بتخصير المضاق وأخير مستمر على أن فيقوم بتخصير الترابي المضادات الانتبليتثية أقراط بالمضاء بذلك بعد المضادة الابتفل نعيزة بأسرع الطينة المستقبلة البيطوال يجب أن يكون هناك تصميمةً بعد أ emerge بالقناة المستقبلة البيطوال يجب أن يكون هناك تصميمةً أكثر ثلاث لغوائد ثلاثة خمسة سبعة. ثلاثة تيام من وقف الكتيكا جريلور. خمسة تيام كلوبيتو جريل. سبعة تيام براسو جريل. الاكسبرت تيم اللي احنا قلناه الذي موجود يقرر. patient with recent myocardial infarction or other high ischemic risk features requiring dual antiplatelets. يفضل العينين دول تصبر 6 شهور لو ينفع العملية تتأجل 6 شهور. if both oral antiplatelet agents have to be discontinued perioperatively. اللي احنا قلناه ده class to be. it is not recommended to discontinued dual antiplated في اول شهر خالص. حاول على قد ما تقدر تعدي اول شهر ده من غير ما تعمل حاجة. ماشي. كده احنا خلصنا الجزء النظري. الجزء جاي انتو اللي هتجاوبوا. انا هقول لكم تصوري عن اجابة السؤال وانتو ممكن يبع عندكم اجابات احسن. ماشي? في اسئلة على فكرة ممكن انا ببقاش عارف اجاباتها خالص. هحطاها ونتناقش فيها. طيب. recent trends in management of thrombus containing lesions. نحدي عنده خراحات. اه بس هو ده كان جاي قريب بي. يعني ده مش يعني ابعد امتحان 2017 في الجايين جل كله. هو كانوا بيجيبوهم بس معلهمش درجات كتير. بس هي الفكرة انه هده اللي حافظ الكتير. احنا عادينا افلاي المعلوم. يعني المعلومات اللي هكتو الدكتور وليدي. زي انت تتو افلاي في حياتك. يعني فكرة الامتحان. طيب. 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 طنس. طيب. 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 ممكن ندي الحاجات اللي منديها زي الانترا فينس انترا كوروناري نايترو جليسرين انترا كوروناري فيروباميل انترا كوروناري جلاكو بروتينز لودنج احيانا ممكن لو الترومبس كونتينيج ليشان دي مثلا في فينس جرافت ممكن نستعمل ايه؟ انا الحقيقة ما جاش في دماغي افكار اكتر من دي في حد عنده اختراحات اخرى ممكن بس هو بيكلمك دلوقتي دلوقتي انت دلوقتي على الترابيزة وفيه ترومبس ترومبس كونتينيج ليشان هنا برضو البوست ده انا خليه كامل على كده ايه؟ خلي باني من الاسي جي والشي سبين برزيستانت ولا لأ عشان عارفتين ولا لأ اهم حاجة انك انت قادر اثناء الانتربانش تغطي الترومبس دي ولا لا؟ يعني لو انت قادر تغطي الترومبس يغطيها خلاص؟ غير لو لسه دي هافي ترومبس بيردن ومالي الارتري ده دي حاجاتك؟ اللي هو الحاجة اسمها الديفير ستنتينج تكنيك الديفير ستنتينج ان انا لقيت ان الدنيا ترومبس بيردن انا مش عارف حط ستنتينج من فين لفين فممكن امشي العيان على بوتنت انتي بليتلت وانتي كواجلنج لفترة 24 او 48 ساعة وعملت حاجة اسمها ديفير ستنتينج ودي ترايل اسمها ديفير ستنترايل تمام؟ وبعد ساعتها ممكن تقلل اللنس of the needed stent ودي كانت ميللي على فكرة قيمة الترايل دي انه قال ان احنا حطينا دعمات طويلة جدا على الفاضي عشان نغطي ثرومبس ديفير ستنتينج تكنيك ده احد الحاجات المهمة في اختراحات اخرى؟ ناشي جود لك طيب اختراحات والمساعدات of the radial approach for the coronary intervention هو بيقلل طيب عشان البليدنج ما هو قلل الميس عشان البليدنج بيقلل بيقلل بالضبط early recombancy يعاني هيبتري يتحرك بسهولة قللل الهوصبتال ستاي اليميتيشن طيب اكسبرت 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 بيقلل 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 انه يحصل او كرونيك اسكيميا بالقاط انت شغل منه compartmental syndrome بنشوفها من الهيماتومه ايه تاني سبازم سبازم يعوقك سواء في دخول او خروج الاساطر او خروج الشيس ماشي كومبليكس برشيدر ليه عشان هو ليس سببورتف الريديال اكسل ليس سببورتف دورينج انترفنشن ديفيكالت كانيوليشن في اوقات كتير في حاجة تاني الالن لأ موصلش المحطة انك نقول كونتر انديكيشن بصراحة ليس بليدين فممكن تستعمله عادي في العينين على قرار الانتيكواجلاشن ليس ريسك اف هيماتوماز وفيستولا وانيوريزم اللي هما بيحصروا مع الفيمورال والايرلي ريكمبنسي المارس الريديال اللي يعرفها محتاج اكسبرت عالي ريديال سبازم ديفيكالت كانيوليشن مور كونترست عشان كده ما يفضلش انك تشتغل ريديال وانت مش اكسبرت قوي في عين كدني فانكشن بتشاول علىها ليس سبورت اكيوت اندكرانيك اسكيميا في الارت اللي انت شغال منه كومبارتمنتل سندروم ماشي بتدي الاسئلة بقى اللي انتو بتحبوها 65 years old سموكر obese diabetic patient presented to the ER with acute ongoing chest pain of 12 hours duration ECG showed anterior stem تمام احنا عندنا راجل عنده 65 سنة سموكر obese تلاتة risk factors دول جاينا بانتيريو ستامي من 12 ساعة البيتسايد ايكو فانكشن 30 فمية ومدرات ميتر راججتيشن ساعة اللي انتواج كوروناري انجيوغرافي مجموعة ونطواج 70% البيتسايد وصل استعمال واصتي واختي تكسما 90% وانترمي و80% في واضح طواج ايجاب جايب انتير ستامي صورنا لقين عنده ليفتمين ديزيز ادي مشكلة ومالتي فيسل ديزيز ادي مشكلة وبروكسمل توتال اوكولوجن في الال ادي الهو كالبورت وديباتيك what's your decision in the the case lab and why لو احنا افترضنا في الامتحان what's your decision in the case lab وهنقعد كده مع مع بعض ونكتب الإجابة. نخلي شكلها حلو. هنعمل ايه? عندك اول حاجة. بايبوك. بايبوك انت لازم تقول ان العيان ده هيتطبق عليه سكور. وان كان? وان كان. مش ابروف ده قوي في العينين الاستاملين. تمام? بس احنا عندنا لفت مين قريدي 70% وعيان ضياباتك. فهتقول ان احنا هنجيب الجراح معانا. تمام? عشان ناسس السيرجيكال ريسك. يبقى انت رقم واحد اقريت ان الفرست اوشن هنا هو السيرجي طبعا. بتعندك كل الحاجات تقول لك سيرجي. لو الجراح قالك ان الاستي اس سكور is appropriate. and he can do complete revascularization of the patient. خلاص. بساعتها لعنده for urgent surgical revascularization. من غير ما تعمل PCA لان هم برا بياخدوا العيان من على ترابيسة الاسطرة. يدخلوا يعملوا له كابتش. فانت ما عندكش الديلي اللي بيحصل هنا. انا خلي بالك احنا في امتحان مش في الاسطرة عندنا هنا. امتحان يعني جايد لاينز. يعني بتكلم على مستوى العلم. العيان ده هيطلع من على ترابيسة الاسطرة على ترابيسة الجراحة. او على نفس الترابيزة. تمام? الهايبرد. فانكشن تلاتين في المية. يعني برو جنوز سائق جدا. عيان دياباتيك برو جنوز سائق جدا. مالتي فاسل ديزيز برو جنوز سائق جدا. في انكلودين ليفت مين سيفنتي برسنت ليجن. يعني حتى لو قررت تعمل انت فياري هاي ريسك. انت مش هتلمس العيان ده الا لو بتاعه عالي جدا لدرجة الجراح قالك مش هينفع. ونفرض مسلا عشان وزنه. طلع وزنه مسلا مين خمسين كيلو. تمام كده? طريقة اجابتنا تبقى كده. هارت تيم كونسلتيشن. اكلو دي سورجين. بالضبط. تؤسس دي سورجيكال ريسك. سورجيكال ريفاسكولياتيشن. دي فرست اوبشن. ازا بيشن. انت هايز واحد اتنين تلات اربعة خمسة. بس هو سؤال عليه اربع درجات بالمناسبة. هو عايز يسمع منك الكلمتين دول. ان في حاجز ما سورجي. تمام? سورجيري وسكور. مش كل حاجة المد دي دي. وات اردى لونج تين فرماكولوجيكال اندان فرماكولوجيكال منجمنت. تفضل يا محمد. العيان شوك ده هنعمل ايه بمعنى ايه? هنحطه على انتراورتك بالون ونخش الجراحة برضو. بس انت ما تحاولش تحط حاجة في السؤال هو مش حاططها. ما تفتحش على نفسك فتحة ملايش لازم. هو حاطط لك داتا. لو الحاجة اللي انت بتقولها دي هتفرق معاك في الدسيجن ماشي. يعني هتقوله والله حالك لو بتاعه عالي. والجراح رفض وساعته انا ممكن افكر اعمل ريفا سكو ده مهم. لكن ما تقول ليش لو شوك ده هحطه على ملونة اخش جراحة. طب ما خلاص ما انت وصلت في الاخر لنفس القصة. ايه لونج تين فرماكولوجيكال اند نان فرماكولوجيكال منجمنت بلان عمل ريفا سكولاريزيشن بالجراحة. ايه? ايه مش تفرق كتير. لان هو جايب اكيوت افنت. ده على فكرة السؤال كان في الماجستير. خلاص. وكان الفكرة فيه انه زي ما قال لكم الدكتور وديك كده انك تعرف ان في حاجة اسمها جراحة مش كل ده حاجة تمدي ايه. انما انت لو احنا غيرنا شوية خلينا نفت منت 30% ايه. ممكن تعمل بس تحط العين على ودخله جراحة. بس انت مرورك من الليفت بين ده في حد ذات وخطر. بالزبط كده. يعني ده كان بس يعني السؤال ده كان محطوط عشان تعرفوا ان ده المفروض يتبعي. تجيب زي ما قال لكم الدكتور يتكد. تجيب الجراحة يميطوا طول اشتغل. قال لك ما مش هيشتغل ده بقى قصة طيب. طيب. ايه الفرماكولوجيكا المانجمينت اه. دائما انت وزن السؤال بدرجاته في الامتحان. يعني كل انت السؤال ده اقول ما تشوفه ده ده كتاب كله. كتاب الستيمي كله. بس السؤال عليه 8 درجات. هو عايز ماشي. وفانكشن امبيرد. تمام. بس مش قلدكتو. تمام. كويس. موسيقى 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 ده أثناء الثالثاني في الحتة الواردس كيميك ولا ولكن هو هنا انت هتقول لو جراح صلاحه بميتر بالب ريب ديسمي يبقى انتوكوا جريشن بقى و تريبل ثيروم وتحط بقى فكرة تريبل ثيروم كلها بقى تمام نون فرماكولوجيكا أحمد سيد موسيقى 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 اذا ما şeyi تم اختلاق حقا. هؤلاء çık Croض! خاصة التفاصيل لاندي ايجاكشن فاكش 30% في اي دايبايس ثروبي مهم اقوي لي بعد 6 اسابيع لو فانشن فضل تقلي من 35% يبقى عنده يبقى. ماشي. تماما. مهم يا جماعة بس اهم حاجة عشان بتشتكوا من طول الاسئلة ومش عايفين نجاول. نقطة. انا انا وانا بروحها صحيح. انا عايز اشوف نقطة. انا عايز اشوف انك انت فاهم. مش مهم انك تقعد تكتب لي كلام كتير. بس هي نقطة نقطة ورا بعضها. بس عاد بيبقى كفاء وعلى الرؤوس الماضية. طيب. نعم. هو مش شرط هيبقى اسكم اكدن ده راجل خمسة وستين سنة. من جدا يبقى دي جانرتب. في سؤال تاني هيجلكم الشكل ده. يعني في السيتيويشن ده انا اعتقد ان الجراح عمره ما يفتح يعمل تهيالي كده. اه. لكن هو الفكرة في السؤال ده في الحالة اللي احطه. وانا كنت عايز احطه بس في الماجستير عشان هعرف منكم. الجراحة في الجراحة. فكرة الجراحة. خلاص. الناس كلها بتفاكة في البروغامر PCI فهي كان فكرة السؤال بسيطة جدا. ان اللي يقول انا هجيبه بالراحة اول واشتغل بس. لانه هو ده الجايد لا ينسي في الحالة. ويا شام. اه الوقت هالك هالك شوف كم موضوع في السؤال. خاضر ما انا برضو يا ابني وانا برايح اصلح بقول ايه انا عايز اللي هيكتب وتحتها كلمتين هتديروا مسلا معظم الدرجة بتحتها كلمتين خلاص. صح. انا عايز ايتم خلاص. استاتن مش مهم ببقى تحكي لي قصة الاستاتن كلها. يعني كلمتين والله ببقى بعنايا كده بدور على كلمة واحدة. استاتن والتارجت بتاعك كزا. ايه دي ايه اللي كزا. بدور على مش عايز اعضاء ارى كلام كتير. انا عايز كلمة. انا لازم اشرح يعني حالك كاتب المويت وانا لازم اقول لو هو كزا ولازم اقول لازم اعرض كزا كل سؤال في كزا بص بص يا شام. انا حاس انا في السباق مش انا يعني اختبار مش اختبار انا عارف او مش عارف احس ان انا. هو بالضبط زي ما دكروه عامر قال وانك تعرف ايه المعلومة القيمة اللي هتتحط هتفرق معاك في درجة السؤال وايه المعلومة اللي انت لو ما حطتهاش او حطيتها بسرعة هتفرق ايه يعني نص درجة محطوطة عليها مش مشكلة وفي نفس الوقت انا ممكن اكتبها كلمة واسيبها وامشي. يعني السؤال خد مثلا لقيته خد خمسة عشرين دقيقة. مش هاجي بقى فاضلي الريها بليتيشن انا عقد اشرح في الريها بليتيشن خلص السؤال. فاهمني? انتي بليتلت سنة. ما نعودش بقى نقول زي ما لطفي كان يقول كده ولو اصل العيان الريسك بتاعه مش عارف اين كمل اصل فيه اسمها دي هو الانتي بليتلت سنة. الاسئلة اللي بتيجي في المواضيع الكبيرة بالذات تبقى اسئلة عنوين. انت تعرف تقولي العيان ده في عيادتك هتقوله واحد اتنين تلاتة اربعة ولا لأ. ماشي? مش كيف تفاصيل. ايه اللي لو انا جاب لك يعني يعني جاب تفصيلة صغيرة وعايزك بقى. هو بقى بيجي لك سؤال مخصوص في الجزئية دي. يعني هو جي هنا في في الانتحان ده مسؤال سي ده ما هو جاية عاديها بليتيشن لوحدة اهو. يعني الجزء الاخير عاديها بليتيشن بس. فانت هتقعد تستفيد فيه تحت. ما تقعدش بقى تكتبه فوق وتحت. انت هتكتبه تاني تحت كل. طيب. 69 سنة ميل دايباتيك على مت فوربين. ده السؤال الشهير. السؤال ده جي دورين وراء بعض. رجل عنه 69 سنة دايباتيك وجاله كانسر كولون ستيج سري وخلاص بنحضره للجراح اهوب جاله سيفير شاس بين. كلاسيك انجاينا مع ديناميك استي تشينجز. الايكو فانكشن 35 في المية الجي اف ار سبعين. what would be your plan of management. what would be your plan of management. احنا جالنا نفس السؤال ده بس العيان كان عمل بي سي اي من ثلاث شهور. and he was discovered to have stage 3 cancer colon برد. كان عمل الكتف بي سي اي من ثلاث شهور. طيب. حد عنده اختراحات. عيان نان استيقوكنا. ده اول سؤال. ده اول حاجة ان احنا بنتعامل مع عيان دلوقتي مش استيبل. ده عيان بيقول ايا سيدري وعنده ديناميك استي جي تشينجز. دي اول حاجة. الحاجة التانية الفانكشن مش قد كده. ده بيزود الرزك. الجي اف ار عالي. ده بيزود الرزك. what would be your plan of management. stage 3 يعني ما يفعش يتأجد. stage 4 1 متاستاتيك. نعم. function 35% عشان تجاوب على سؤالك. function 35% وبيقولك فجأة ايا سيدري. ايه كمان? ما هو الفتحات دي اللي بضعه وقتك في الامتحان. خلي بالك. ما تفترضش حاجة مش محطوطة في السؤال. طيب. what would be your plan of management يا عبد الرحمن? عامل له. risk certification. عشان انا بعانف ان ده وقت الانترونيش. كويس. بالحاجات اللي احنا اقلنها دي. العانده يدخل في خلال ايه? 24 ساعة. بانت اول حاجة. this patient is considered non-seeking chronic syndrome. should be risk stratified according to the risk score. او له. فهتجيب سيرة. proper hydration قبل الاسطرة. عشان تقلل الريسك بتاع ال CIN. midformin هيتوقف. تمام. ماشي. الحاجات المهمة related للسؤال. هو جايب لك السؤال ده ليه في الاخر. دخل عمل الاسطرة وركب دعمات. دعمات دي هتأجل الجراح. تمام. يبقى السؤال اللي بعديه. surgical consultation. التيم هيقرر الارجنسي او بمعنى صاحب possibility of postponing the surgery. وتحتيها على طول هتقول most probably the surgery cannot be postponed. as he has a stage 3 cancer colon. so it's better to do intervention using a bio freedom stand. which requires the minimal duration of dual anti-platelet therapy. بنقصين one month and safely can be stopped for surgery after one month. تمام. طيب. نقطة اللي بعديها. if the surgery cannot be even postponed for one month. bridging using caza and caza and the surgery should be done in a 24 7 PCI capable center. كده انت اخدت 99% من درجة السؤال. عندك وقت بقى زود ال preoperative assessment العادي بتاعك. اللي انت بتعمله. اللي طبعا هيطلع high risk يعني. وخلص خلص السؤال على كده. هو هنا كمانين. سألت بفتر عملي معدش. هل هل سئلة ده زي. اه. لما احنا ديك تبقى الجسيسة مسلا للعين ده محتاجي بقى المتالي في السيسيو والمونيتور ده. هل الكلام ده بقى ده ايه مفترض ده ولا ولا. اه. هو هنا بس كان نقطة مهمة قوي. الضحط صغير كان محدمة قوي. بالوانير مورتاليتي بتاعة العين ده. اللي ينبني على دي سيجن ميكي مورتالي. وانير مورتالي. العين ده يعني عنده. كانسر كولون. وعنده ايجاكشن فراكشن سيرت فائب برسنت. مش ده اللي بكاتلتها الراحة مش يعني. الجراحة اللي هيقولها لك اه. بالضبط كده يعني. هو هيقول لك الموقف عشان ما تقعدش يعني. بس انتلاتهم في ده بتاع تصبح اللي. دي هتثبي فيه بترامل في الانتربنشن معاك. ما تعملش يعني. يعني تقعدش تزود الانتربنشن في. يعني تعمل في بسلس التالي. اصدح انت اخترت تفلي. بلاك بسلس التالي هنا مش حطي لك. يعني هو مش حطي فيه خالص. الانتولي اللي يحب. مم. قبطوا انك انت لو العين ده خلص. معانا يا شابب. لو العين ده سيبه على ميديكال تريكمت يعني أنت والجراح بتشوفوا بتشوفوا خلاص والمورتالي بتاع وفرصة الجراحة والنواية تتحسن على الجراحة أو هيتحسن على 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 كل دي هتططها بس بس القوص مواضيع برطة لن نتخذ انت المترجم هلا يقول هو لا يقول هو ممكن أهد جراح يقول لك أنا من أول مثلا هتطيله راديو سيرابي أو كيمو سيرابي وحنين 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 انا دخلت سري باسل ديزيز مسلا هعمل له كابتش. صلح صلح حاجة ممكنة يعني خلي بالك لقيت عنده مثلا سنجل باسل ديزيز ماشي هعمله لكن لقيت عن سري باسل ديزيز هصلح الحاجات اللي ده انا ممكن عمله بسرعة ومشي. مبقاش صلح ان انا عمل حاجات اه عصي دي هتحس ان النوم تير مش عارف مرتادي بتاع مرتادي ايه ما هو عنده المرتادي سيئة بالكانس. هي فكرة ده السؤال ده كله ان بتعرف ان فيه يعني فاكتور تانية بتأثر على بتاعك مش مجرد الحاجات الكاردياك بس. وزي ما تقول لكم دكتور ريج ان انت تعمل التيم مع السيرجين. هو مع الانسيسي. مسيرجين هو اللي هيقول انا ما عرفش. لكن انت تبقى عارف ان فيه فاكتور هتحكمك غير مجرد الكاردياك كده. طبعا هو ده سؤال دكتور ريج مش مصور المايزttاني. اه? لا ده جيل مرة اللي فاتت التاني صار في الفرقة التاني ماشي 56 year old diabetic male known to have ischemic heart disease جاين نحن كهارت team عمل أسطرة كروني الجيوغرفي ريفيل long bifurcational 90% LED lesion with 80% osteal diagonal 95% LCX lesion after OM totally occluded RCA وال LCX is dominant والإيكو فانشن 50% وميترا ريجشتيشن الفينا كونتركتة تحسينت من تسعة تلاتة بالدوبيتامين and there is mild ischemia in the RCA ايه رأيكم بقى يعني انا عايزكم تقولوني كل معلومة في السؤال ده تساوي ايه diabetic LED bifurcation LED bifurcation bifurcation total occluded RCA cto bifurcation 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 what's your opinion according to the recent guidelines bifurcation 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 cto بس اهم حاجة هنتوصل ليه. الاني سي اكس ده انت هتعلق في الجراحة? ده بعد الو اهم. وخلي بالك ان ده ان ده دومينت الاني سي اكس. الجراحة مش هتفرق كتير عن البيسي اكس. نعم. الميتر الريجيشتيشن ده تعمل له فالفري بلايسمينت ولا تعمل له تحميل ريي بلايسمينود وشرحة أكد الرقبة together. لكن هل يبنى في البيتامين اف او? انهه ما تحسن. يبقى ده يبقى ده واتجدر اسكمية اذا ما تعمل له فالفري بلايسمت خلاص, وسبق بعض الاني سي بان ميتر الريجيشتيشن ولكنه لا يوجد فالفري بلايسم تمام? الاني سي اكس ده ده مش هلهه الجراحة. يبقى نسائية الجراحة على L-A-D خلاص يبقى L-A-D هو اللي محتاج الجراح ليه؟ يعني صح الليمة هنا أخسن خلاص يعني الليمة على L-A-D هنا أخسن لكن L-C-X ده مش هيقرب له الجراحة والأرصي إيه؟ ممكن هيطول معك البروسيديور بتاع الجراحة ومش هيستفيد بحاجة ده في النهاية يا إما الجراح يخش يعمل L-A-D وعلى الدياجونال كمان وعنده دياجونال وانت تشتغل على البروتوكول وانت تشتغل على L-C-X خلاص يا إما انت ممكن تشتغل كل الـ انترفيش مع أنه من أول لحظة يبنك أنه هو جراح خلت بالك وميتر ارجاع لا لما تخش في التفاصيل بقى تعرف ان ده ممكن فقط وفي الحقيقة الفرق الوحيد في الجراحة هنا هو الـ 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 وفي الحقيقة انت برضو متافطرتش متافطرتش حاجة ومش حطيتها في السؤال. افطرت لو عايش ايه لو فيه لو فيه سايزة بال او ام نحط عليهم مش لكن اللي مكتوب في في السؤال ان ده او ام كبير وبعدها ومش حاجة تتحط عليها. خلاص? هي الفكرة ايه? الفكرة انك انت تقول ال اوبشنز كزا وكزا وكزا. طيب. لكن فيه حاجات دافنتي ان ده ميتعليكش خلاص? وان ده مش هينفعله جراحة. وان ده المفروض اسيبه ملوش اي قيمة. هيطول فترة على الا 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 لو انت بقى ما قولتش بتاع الدكتور عمر ده. النقط دي لوحدها اهم حاجة. هتقول لي انا هاعد اكتب فيه مش عاف ساعتين. انا عايز كام نقطة دول لان هما دول اللي عليهم. نعم. 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 اه. 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 من اتنين وعشرين سيرجن. طيب. بس باسبولك لازم تصل لكومبليت ريفاسكولاريزاشن. وفي التوتل اوافل في التوتل وفي التوتل اوافلوشن لازم يكون فيه استكليفكنت اسكيميا. اللي هنا فيه استكليفكنت اسكيميا وانت هنا هتوصل لتوتل ريفاسكولاريزاشن. الالسي اكس مش هيتعمل. نعم. نعم لانت شايف ما اهمها وانا حاطلك فيها السابقة في الوضع الوضع يتحسن هذا مشكلته اسكيميا ليس بالقبولي مصر ليس بالقبولي مصر نعم نعم طبعا ما يقلبوش حرقته ويعملو عالالسك بيعمل على الـ O-N لا معروف في الـ انك انت الـ انت بتدور على سببه وهنا واضح قوي ان سببه اسكيميا مش سببه او مش نعم هو في الحياة ده كان احسن يعني ده كان احسن محل في الحالة دي ان هما يعمل هما الـ L-A-D ونحن نعمل الـ L-A-S-X ونسيب الـ R-C المني كافي التوصي دي المني كافي التوصي دي ماشي 70 year old diabetic woman is known to have paroxysmal AF 70 سنة عندها paroxysmal AF مشى على ابيك سابان 5 ميلي جرام مرتين في اليوم ومشي بسو Macron 5 ملي جرام اگران المنزل بانها 50 كيلو بان اسكيميا حظت المنزل امل انفرولترال T-wave inversion هو ثوبتنا كيف تستخدم السبب الاحتيار تغيير الاحتيار تغيير الاحتيار نعم انا بكينوك دواتي انت دواتي عنده هتكتبها مفيش مشكلة بس اهم ريسك سكور هو ايه؟ فريسايز دابت وغريس سكور وغريس سكور او اسكيمي بيردن اللي هو دابت سكور خلاص انت لان انت عندك اسكيمي قديه وبليدين جريسك قديه ايه هنا الحاجات اللي فهمتني السؤال بتقولك ان فيه بليدين جريسك عالي السن رقم واحد الفيميل رقم اثنين الوزن الهيموجلوبين والكريات الهيموجلوبين كل الحاجات دي بتزود البليدينج ريسك عند العية بل الزبط كده طيب وايه الحاجات اللي ممكن تكون فيها اسكيميك ايه او اسكيمي بيردن عالي التيويفي تشينجز الموجودة التيويفي تشينجز الموجودة الهارد في الياب خدت بالك والبيي ماركرز العالية والبيي ماركرز العالية يبقى يبقى بس انا عايزك لما تجاوب السؤال ده عايزة تبقى فاهم ان البرامتر ZD بتزود الريس كوب اسكيميا والبرامتر Z بتزود الريس كوب ليه خلاص وهتعمل لي سكورينج بالطريقة دي وبالطريقة دي. تمام؟ ماشي. السؤال التاني كان نعم. سوري. دي على فكهة دي نقطة مهمة. المفروض انك انت تتعلق عليها. تقول ان البرامتر كان يستخدم ابيكسبان 2.5 ميلي جرام. وذلك بقى في الاجابة بتاعتك لاني تكتب ان ابيكسبان يبقى 2.5 ميلي جرام. وفي الحقيقة مش انا اللي حطوا الله. مش انا متعم بالازيلة. لا اللي حطوا استاذ تاني بس انا كنت يعني بساعدوا فيها. بس المهم هو دلما عنده دكتورية جماعة. لو هحطوا عن مجلسين هنخفى عنه شوية الحاجات دي. لكن انت لازم تكريتسايز دواء. مهمة انا تقول الابكسبان يعني بصوا في نقطة كده كانت مهمة جدا. نعم. وفي الكريتسايز من نفسه خمسة دي غلطت. هامشة على انتواجين انت اديه. هعمل هنا مجبناش سير انت مفروض هتقول انك انت هندخله. اسطرة. اسطرة. هتدقي ايه وهتعمل ايه. هتدي انتكواجينة انا مش هتدي. نقطة بسرعة اعرف انك انت فاهم البنفيه. اه طبعا. طبعا ده هو ايه عشان كزا. وازاي بقيت ما اشيو مع بعض الابكسبان هيبقى اثنين ونصف ميلي جرام. الكروبيدو جريل. لان خلص تتبع انت عندك البلنينج ريسك العالي ده. ده الفريسايز بتبتع حالي طلع في سابعين ولا حالين. اما اوف هام هو اديكو غلطتروني. زربا ايه و أول حاجة اخدت 180 ميلي جرام تيكا جريلور إميديات كورونري انجيغرافي وستعملت ثرى ريط فامور الارتري وقد تظهر البروكسما التوتال من الرسيا والكريتيكال 95% LED كرياتين 1.5 INR 2.5 ماذا تتعامل فقط الرسيا أو رسيا و LED كم فيه سؤال كريتيسايز هو ده الورق كريتيسايز كريتيسايز بعدها كم هي كريتيسايزم نفسه احنا لسه هنيجي هنيجي للجزئية يعني كريتيسايزم هنا مهم قوي في الحقيقة يعني ده كان السؤال ده كان مشانا والله إلا حده تاني بس نقطته ايه؟ طيب هيعمل الارسي ايه بس ولا هيعمل الارسي ايه والل ايه دي ماشي ليه بقى نعم عندك هناك كريتين بوردرلين و انت هتخط هنا يعني ضي كتير فانت عشان تبعد عن السي اي ان المفروض تبدأ بالارسي وقبل ما يخرج بس في الارسي ايه بس في الارسي حيثي تمام ايه؟ ايه؟ بل الضبط اول اول كريتسيزم للP2 White Wealth Inhibitor انه هو استعمل التي كاجريلور ويستعمل تريبل ثيرابي وبالتالي كان لازم ياخد 600 ملي جرام لودنج مع الاسبرين بالظبط ايه؟ هو اشتغل في مورل عنده مشكلتين انه انجانرال الريديال اكسس هو الابروف انه اثنين انه هو العين على بالظبط كده والانر عاد والانر اثنين ونص مافروض يخش في مورل اساسي في احنا يعني كنا جايبينه عشان طبعا الاسئلة دي لو دعمت اجابتك باساميل ترايلز اللي اتعملت تبقى حلوة يعني كده خاص خط الفول مارك بقى لو بقى what's your plan regarding اهم حاجة اهم حاجة ان احنا جايبين السؤال عشان نقط معينة نعم نحن نقول مايخدش anti-coagulation في الاسطر اطبعا طبعا 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 انا نفسي معلوماتي ان لا ما تديش بس اللي عنده المعلومة يجبها ونقولها المحاضرة الجاي نعم 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 ها هو هنا فلسطري نعم طبعا 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 يعني الثرومبوزس عادي. انت كده كده هديد. Anti-thrombotic management after PCI. هتعمل long term. على فكرة بص دي روجات بالطورة ممكن نحاسب على الكلام ده. انما في المجزد ده احنا كان هالفنا بس الكريتسيزم وانك تقول انها هعمل الكلب ريت وطبع. مش هعمل خطر من كده. انت هنا هتمشى على triple therapy. لمدة قد ايه؟ ولا dual therapy. هتكتب according to the bleeding risk score واننفرد the has bleed score. شوف الحاجات اللي تقدر تحسابها من هنا. بتخرج دي acute situation. احنا بنكلم اقل اقلنا سنة. تمام. وان انت بعد السنة هتوقف ال anti-plate. كل ده عليه درجات انك هتمشى من شهر لست شهور على triple therapy. انك بتدي لو هي ماشى على warfarin. هيتخلي ال INR بتاعك في اللي هو من 2-2.5. وتتابع ال INR ويكون TTR من 65-70% على اقل. وبعد ست شهور هتمشى على dual therapy. اسبرين او كلوبيدو جريل بلاس ال anti-coagylant. وبعد سنة هتوقف ال anti-plate. لتستمشى على anti-coagylant بس. والنواكس طبعا. والنواكس طبعا. انا هقرب بسرعة للجزئيات دي. management during STEM giving the oral anti-coagylation oral anti-coagylation when these patients present with STEMI they should be triaged لل primary PCI بغض النظر عن time delay دي اول نقطة مختلفة. ماشى؟ Glycoprotein 2B3A inhibitors should be avoided. Loading aspirin should be done. وكلوبيدو جريل is the P2Y12 inhibitor of choice. Before or at least at the time of PCR. Preso-Gryl and Teca-Gryl are not recommended. Ideally chronic anti-coagylation regimen should not be stopped during admission. يعني مش توقف وتقولها ابتدي بعد ما العين يخرج رجع تاني على anti-coagylation. خليك على نفس anti-coagylant اللي هو بياخده. gastric protection بالبروتون pump inhibitor عشان تقلل bleeding risk. After STEMI Continuation of oral anti-coagylation in patients with an indication for dual anti-platelet should be evaluated carefully and continued only if compelling evidence exist. حيانا تلاقي العينيين ماشيين على anti-coagylation من غير داعي. فقالك لازم تراجع الاول الاندكيشن وتأكد انه محتاج فعلا يخش في الحتة بتاعت triple therapy. الحاجة التانية. السيارة الاندكيشن يجب ان يخذ ويجب ان يكون هناك بعض الأفضل من سيارات السيارة الاندكيشن ومائية السيارة الاندكية مثل الشادسفاسك ودابت سكور كل الحاجات دي لازم تقولها في السؤال For most patients, triple therapy in the form of oral anti-coagulation و Aspirin and Nuclopidogrel should be considered for 6 شهور Then oral anti-coagulation plus aspirin and aspirin should be continued لبقيت 6 شهور وبعد سنة كل الناس هتمشي على anti-coagulation بس In cases of very high bleeding risk, triple therapy ممكن ننزل بي لشهر Continuing on dual therapy بقيت 11 شهر up to 1 year The dose of oral anti-coagulation should be carefully monitored with the target INR in the lower part of the recommended target range لما بتستعمل NUACS, LOST effective dose LOST effective dose LOST effective dose دي لها الخمسة مجمونام مع الإكسرنسا A والخمستاشر بتاعت الريفاروكسبان والمائة الخمسين ده بيجاتران تمام ده قول سؤال في paper 1 في 2017 دور بتاعنا احنا ده 63 سنة Gentleman Heavy cigarette smoker Dislipidemic عامل cabbage حاطت 3 graftات من فترة كبيرة يعني ليم على ال-LED صفنس على ال-OM وصفنس على ال-PDA 2 years later راح عامل PCI لل-LCX بlong drag alluting stent لان الصفنس اللي على ال-OM كان قافل 4 سنين بعد PCI جاينا بريفاركتوري انجاينة لا تحصل على ميديكال ECG تظهر مختلفة تروبونين كانت positive دخلنا عملنا له انجيوغرافي لقينا الدعامة في ال-LCX تسدد حيث ذليمة وصفنس فين جرافت وصفنس فين جرافت في ال-RCA تمام؟ عم الكابتج قبل كده ثلاثة جرافتات بعد سنتين جرافت اللي على ال-OM متأفل فدخل عمل دعامة دوائية لل-LCX بعديها بفترة أربع سنين جاي بإنستنت total occlusion في ال-LCX تقريبا 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 ثلاثة جرافتات بعد عمل ممتاز وقراء مدادة ماذا كنت محاضرة الدكتوراههم لقدوا أمو نحدش حضرة طبعا أنا حاط السؤال دة عشان تشوفوا إيجابته وتحضروه يعني أنا عن نفسي دة أول سؤال في أول ورقة في الدكتوراه فده أنا سيبته بسراحة محلته بعد ما طلق احنا لازم بنتعلم من الحاجات دي لا لقينا ده فيه ده فيه جداول وفيه محاضرات عملته ومقارنات على الريستينوتيك ليجنز في البير ميتال والدراج سواء ان كان جروسلي او بالايفوس تمام فرقت في مكان الريستينوزس فرقت في الدجري وفرقت في الريستينوزس حاجات كتير فده حضروا لان هو محاضرة طويلة لوحده. ماشي. ماشي. ينفع تعامل له كابتج? نحن قولنا مفيش كابتج على ليمة سليمة. مفيش كابتج على ليمة سليمة . طب نعمل له دراگ الوتيج بالون ولا نعمل له دراگ الوتيج ستينت ولا نعمل له باي او زورة فسكولي سكافولد ولا نعمل له انتربينشن في الجرافت لو احنا معرفناش نفتح الستينت كل دي اوبشنس. ولو عملا انتربينشة في الجرافت نفتكر دايما البروتيكشن ديفايس تمام. افتح على نفسك لان السؤال عليه عشرة درجات وانت تحس في الاول ان ايه عما دعامة قفلت هنخش نفتحها ونحط دعامة تاني. لا. فيه دراج اللوتينج بالون. فيه باي ابزور وفاسكور اسكفولد ا. كلاس 3. ما اس لازم تقولها. فيه انك تفشل انك تعمل النيتف فيسل. كلاس 3 اه. انك تعمل النيتف فيسل وتخش تبطر تشتغل على الجرافت. بس ده اخر اوبشل. تفشل مش مش تبدأه من الاول. تمام. طب افرد ما عرفناش نعمل حاجة خادس. يمشي م تفشل. تمام. فيه اوبشن تاني ان احنا ممكن نديله. بس هو عايز انتربانشن. عايز انتربانشن. تمام. ازيوميك سكسسفل ريفا سكولاريزيشن. هاو كان يو مانج ديس بايشن. نفس الكلام بقى خلاص. العلاج اللي هو الفرماكولوجيكال ونان فرماكولوجيكال مانجمت لاي عيان اسكيميك. بمعنى ايه. بمعنى ايه. بمعنى ايه. هو صور خلاص. هو مش بيتقالك اي اسئلة قبل ما يتصور. هو الفت ريت احسن لو انت لسه عايز. شوف الليمة بقى. شوف الليمة او هتعمل انتربانشن على الليمة. يبه احسن لك تفش من الفت ريت. طيب. سبعة واربعين سنة. بيشنت اندرونت ميكانيكال ميترال اند اورتك فالف بروستيك ريسمنت. دو سنة. مغاير دبل فالف من سنتين. مغاير دبل فالف من سنتين. بنعمله اي سي جي لقناء اي اف كمان. مش فال او كده كده مغاير الفالف. وهيخش يعمل برايمري بي سي اي. ماذا انت بريمري بي سي اي. خلاص احنا قلنا بريمري بي سي اي. انت دايما انت بتدي اجابتك من الحتة اللي واقف عندها السؤال. ده انت خلاص هتخش تعمل بريمري بي سي اي اي. عايزك تتكلم على. ده ستامي. هتدي تيكا ولا براسو ولا كلوبيدو جريل. ماينفعش ندي غير كلوبيدو جريل. لان العيان ده ماشي على انتي كواجلنت. وهتمشي على فيتامين كده. ده ده فالف ريبلاسمنت. مفيش بالزبط مفيش اوبشن للنواكس. هنسحب INR للعيان قبل ما ندخل. كده كده هندي انتي كواجليشن للعيان. هنشتغل ريديل. لو احتاج استنت هنحط درج اللوتينج استنت. الحاجات دي كلها السؤال عليه خمستاشر درجة. كل كلمة لو كتبتك كلمة ومشيت درجة 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 درجة. من غير راغي. ماشي. 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 التريبل ثيرابي العادي. تريبل ثيرابي العادي. بس هنا ما ينفعش نواكس. لازم تأكد دايما ان العيان ده ما ينفعش يمشي على نواكس. لا لازم يمشي على فيتامينج. نعم. ولا تيكا ولا براسو جريل. يبقى الاكسس والستنت والميديكيشنز. وبقية الحاجات اللي هي النار فارماكولوجيك. الريهابيليتيشن. ما تنسوش دايما الريهابيليتيشن. المونيتورينج بتاع الفيتامينج. اه. ترجع مع العلاج بتارجت اي نار التعب بتاعك. التعب بتاعك. التعب بتاعك. خمسة وستين في المية. خمسة وستين في المية. ماشي. احنا قربنا لخلص خلص. ان شاء الله. اتنين وسبعين سنة ميل. دايباتيك هيبرتنسف اي اف. دايباتيك هيبرتنسف اي اف. جايل اي ار بسيفير شاس بين. اي سي جي. استي ديبريشن في الانفيريور ليدز. وتيوف انفرجن من في واحد لفي اربعة. سي كي توتال الف سوائمائة وعشرين. تروبونين توتمائة وتسعين. كرياتين 1.4. نكس داي عمل اسطرة. وعمل بي سي اي للارسي اي والالي اي دي. بدرج اللوتينج ستنس. على اليوم التالت. بدا يجيله ايبيجاستريك بين. ونوزيا وهكف وفوميتين. عيان نانستامي. دخل عمل اسطرة. وحط دعامه في الارسي اي وفي الالي اي دي. تمام؟ العيان ده اي اف. وهايبرتنسف ودياباتيك. بعد تالت يوم بدأ يجيله ايبيجاستريك بين. ونوزيا وهكف وفوميتين. ما هو الانتي ثرومبوتك بروتوكول لذلك المعينة. بوست بي سي اي قاعدة المعينة. ما هو هيجي سؤال بعد كده؟ ما هو بيسألك على حتة معينة. ايه الانتي ثرومبوتك بروتوكول بتاعك للعيان ده؟ لازم تحط الريسك دي دايما. تمام؟ ما عندناش بقى انديكيشن هنا للفيتامين كي انتاجونوس. نواكس بالليست افكتيف دوز. عندنا جرعة من ريفا روكسبان ممكن تبقى خمستاشر. عندنا الجرعات التانية كذا وكذا وكذا. لو نستعمل فيتامين كي انتاجونوس تبقى في الانر بتاعنا كذا. والتيتي ار بتاعنا وخمسة ستين لسبعين. ماشي؟ ايه ماشي ما انت دايما طعمها لكما تريبين سيراجي لازم نحن بليدين جريسك. هوا قديت حاجة اللي بيحطوها دايما عشان زودوا البليدين جريسك. هاتقولك الكريتينين عادي شوية. بالضبط. مستعمل قاعدة من العشابات السيمن المنزة. بيكاسترق بين. نوزيا. زغوطة. و غوميط. هان رايي دول الحاكتين المهمين. إنك لازم تأسكينو إن عند دخل في إسكيمية تاني أو جالو جاستريتس أو فيبتيك ألثر أو جالو سيئي إن ماشي 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 شكرا 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 شكراً لكم